ريال مدريد يطيح رسمياً بليفربول من دور الأبطال ونابولي يمنح إيطاليا رقماً غائباً من 18 عام بهدف لبنزيمة قرر ريال مدريد فوزه على ليفربول في إياب دور 16 بدور الأبطال بعد الفوز ذهاباً بخماسية ليخرج الرز من دور الأبطال آخر البطولات التي كان ينفس على لقبها هذا الموسم ونابولي اكتسح إنتراكت فرانكفورت ليضمن البطاقة الثالثة للإيطاليان في دور الثمانية علشان تكون إيطاليا بنابولي وميلان وإنتر ممثلة بثلاث فرق في هذا الدور لأول مرة من 2005 عودة حميدة لكبار الكورة الأصليين يهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 اليوم في دورة أبطال أوروبا ليفربول خسرة مرة أخرى من ريال مدريد إياباً 1-0 هدف لكريم بنزيمة بعد خسار طبعاً الأنفلد الشهيرة 5-2 النهاردة ريال مدريد بيقرر الفوز مرة أخرى ويصعد لدور الثمانية ويطيح بليفربول من هذا الدور خروج مبكر لليفربول من دورة أبطال أوروبا موسم في منتهى السوق لليفربول اللي خسر تقريباً كل حاجة هذا الموسم اللهم يتبقى له إلا التواجد في المربع الزهب في الدوري الإنجليزي لو قدر نابلي النهاردة كمان فاز على إنتراكت فرانكفورت 3-0 في مباراة كانت أكبر خارج الملعب من الملعب يعني المباراة كان فيها شغب كبير جداً بين جمعين نابلي وجمهير إنتراكت فرانكفورت خارج الملعب وقصة لها قصة الحكاية داية أنه نابلي ما كانش عايز جمهير ألمانية تخش المباراة النهاردة فالجمهير الإيطالية بتاعت نابلي خادت التذاكر وبعدها بعيتها لجمهير فرانكفورت وهو حصل مشكلة وما كانش متوقع أنه جمهير من فرانكفورت إنتراكت فرانكفورت هتبقى موجودة في المباراة النهاردة فالجمهورين تقاشوا بعض قبل المباراة وأكيد هيبقى فيها عقوبات وفيه قارات كثيرة للوفاة عن هذه المباراة نابلي من وجهة ناظري وأنا قلت الكلام ده أكتر من مرة بس عايز سجله كل شوية نابلي أعتقد وأتصور أنه وارد جداً يكون في نهاية البطولة هذا الموسم نابلي عامل أداء خرافي جداً جداً أوروبياً وفي الدوري الإيطالي أداء مدهش نابلي العادي بتاعه أنه يكسب تلاتة وانت طالع بلس ري دايماً تلاتة اربعة خمسة تلاتة اربعة خمسة وممكن ست ده في الدوري الإيطالي بيحصل وده في دورة أبطال أوروبا بيحصل آه المنافس لما بنتكلم على أنتراكت فرانكفورت مش منافس ضخم ومنافس كبير ولكن في كل أحوال أنتراكت كان واحد من الفرق اللي حد فترة قريبة كان بينافس على لقب الدوري الألماني وصدارة الدوري الألماني فأنت تتكلم أنه برضو مش فريق صغير بس طبعاً بالمقارنة بيه منشستر سيتي وريال مدريد وليفربول وباقي الفرق الكبيرة دي عادي يعني آه صحيح واخد الإيوروبا ليج هو حامل لقب الإيوروبا ليج بس يبقى برضو مش من الفرق الصف الأول عموماً نابلي صعد وإنتر صعد وميلاً صعد إيطاليا في حالة استثنائية في هذه البطولة إيطاليا بتاعت 2005 الفرق الكبيرة المبهرة إيطاليا كانت ملكة الكورة لفترات وسنوات طويلة تراجعت بتراجع الدولي الإيطالي ولكن تعود مرة أخرى إيطاليا كأقوى دولة أو بلد في دور السمانية هو أكتر أو أكتر بلد عندها فرق في دور السمانية في دوري أبطال أوروبا هذا العام بسلاسة فرق نابلي وإنتر وأيضاً فريق إيسي ميلان طيب مين بقى الفرق اللي تأهلت ليه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تعالوا أقول لكم بعد كده هتكلم شوية على مطش ليفربول وريال مدريد عشان عايز أتكلم شوية حاجات ليه علاقة وبالشكل الفني النهاردة تعالوا نشوف اللي ساعت خلاص ليه ربع نهائي دور الأبطال ريال مدريد ونابلي وميلان وإنتر ميلان وباير ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي ومانشستر سيتي وبنفيكة البرتالي وبنفيكة كمان عامل أداء خراف جداً في هذه البطولة وفي الدوري بالمناسبة لأوراعة الدوري السمانية أو ربع نهائي دور الأبطال الأوروبا هتكون يوم الجمعة القادمة وأعتقد أعتقد أمش عافت مين لحط ريال مدديد قدام نابلي عشان أحس أن يوم الجمعة المدديد هيلعب نابلي في الدور القادم شكلها طيب النهاردة يوريين كلوب وكارلو أنشلوتي عملوا مباراة كبيرة جداً عملوا مباراة محترمة جداً تاكتكس خرافي النهاردة يوريين كلوب نزل بطريقة لعب 4-4-2 كانت تتحول في كثير من الأحيان الأربعة-2-4 ولعب الرباعي الهجومي جاجبو و جوتا و صلاح و نونز صحيح ما كانش فيه فعالية صحيح ما كانش فيه أهداف بس في المقابل هتلاقي أنشلوتي قالك تاب أنت هتلاعب 4-4-2 تاب أنا 4-4-2 أنا زي زيك راح لعب 4-4-2 بس بقوة في وسط الملعب أكتر من الوسط الملعب الدفاع أكتر منها هجومياً لعب بفالبردي ولعب بكابابينجا ولعب أيضاً بمودريتش وكل اللاعبين النهاردة بطريقة للمدريت كانوا بيشوتوا على المرمى كانوا بيشوتوا على أليسون أليسون النهاردة تقلق بشكل مودريش وكرتوا برضو تقلق جداً على الكوراتوريلا اللي وصلت له عموماً ليفربولد تحسوا أنه بدأ يفوق بس فق متأخر متأخر قوي موسم بيخلص خلاص ليفربولد في أسوأ حالة ممكنة بس بيفوق بيرجع للشكل بتاعه للشكل بتاعه الطبيعي اللي غاب طوال هذا الموسم طيب نيجي بقى على عندنا كوران محلية مارس الكوران حسم الجدل ناس كلها بتقول إن الشناوي مش هيلعب المباراة مباراة القطن الكاميروني على ضوء ما يقدمه من مستوى متراجع في المباراة الأخيرة فالناس توقعت إن علي لطفي ممكن هو اللي يبقى أساسي في هذه المواجهة مواجهة القطن الكاميروني لكن مارس الكوران حسم الأمر محمد الشناوي هو حارس مرمى النادي الآلي في مباراة القطن الكاميروني وأنا أؤيد جداً هذا القرار هتقعد الشناوي هتخسر الشناوي لما هو قادم هتلاقي بعيد لطفي في ظروف صعبة زي دي ممكن تخسر كمان علي لطفي فهتبقى الأمور تتوتر أكتر وأنا مش شايف إن الشناوي أو محمد الشناوي كارث لا هو محمد الشناوي في المباريات الأخيرة له بعض الهفوات وأيضاً يطأ الله جداً في كثير من الكورات الأخر فأنت هو مش في أسوأ أحواله هو بس المشكلة إنه الأهلي في بعض المباريات طريقة لعب مارس الكورة بيضغط ضغط عالي بكل اللاعبين فيبقى فيه مساحات فيبقى فيه أخطاء دفاعية وبالتالي بيبقى غالباً فيه أخطاء من حارس المرمى اللي هو محمد الشناوي آه صحيح إنه الكل لما يغلط الكل لما يغلط في الأهلي هيبقى محتاج حارس مرمى يشيل الأخطاء دي كلها محمد الشناوي هي دي المشكلة أو مشكلة جميع النادي الأهلي معاه في الفترة الأخيرة إنه آه ممكن يبقى فيه مشاكل دفاعية بس عايزينك بقى لن يبقى فيه مشاكل دفاعية تشيل انت ما بيشيلش في بعض الأوقات عشان هو كمان بيشيل كورات خطيرة أيضاً عشان كده محمد الشناوي هو اللي هيبقى موجود فيه مباراة القطن الكاميروني طيب ده بالنسبة دي محمد الشناوي لعبوا النادي الأهلي عقدوا جلسة خلال الساعات الأخيرة جلسة تحفيزية كبات وباء اللاعبين كبات النادي الأهلي وقالوا لبعض التالي محتاجين نلعب مباراة كبيرة قدام القطن الكاميروني محتاجين نصالح جمالنا محتاجين نركز في هذه المباراة ما نركز أبداً في مباراة سانداونز والهلال اللي هتقام تاني يوم يوم السبت هنبقى مركزين إن احنا نعمل أداء جيد يعوض يعوض ما حدث في مباراة سانداونز حلو ودي الروح المعتادة من جماهير النادي الأهلي خليل عبد الفتاح اللي ظهر في بعض المباريات للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة لفت نظر الجهاز الفني ليه منتخب مصر وبالتالي تلقى بعض الاتصالات في الأوينة الأخيرة من الجهاز الفني ليه منتخب مصر وقالوا له إن بيتوريا معجب بأداءه بيتابعه خلال هذه الفترة ووارد جداً يكون مع منتخب مصر في المعسكر القادم ولو مش موجود في المعسكر القادم فالراجل لو بيتوريا معجب بأداءه وارد جداً إنه يبقى من القوام الأساسي لمنتخب مصر في الفترات القادمة بالنسبة ليه هجوم النادي الأهلي في مبارات القطن الكاميروني الخلاف دائماً محمد شريف يبدأ ولا كهربا اللي يبدأ مارسي كلب بيفكر جداً إن كهربا هو اللي يبدأ في تشكيلة النادي الأهلي قدام القطن الكاميروني هو بس الآن من المستوى البدني المتراجع نسبياً لكهربا خاصةً في أجواء حرة خلال هذه المواجهة في جروة في الكاميرون هو ده بس اللي ممكن يعيك مشاركة كهربا بس فنياً كلها بيفضل بداية كهربا للمباراة عن محمد شريف عشان يقدر يباغت القطن الكاميروني مبكناً خب بالك إنه فعالية كهربا في المباراة الأخيرة فعالية أفضل من فعالية محمد شريف أنا مش بكارن ده أفضل ولا لا بس فعالية كهربا أرقامه التهديفية أفضل من محمد شريف وبكثير كمان يعني ده بالنسبة ليه النادي الألي نادي الزمالك أنا أطرح حالكم مبارح وعول مبارح واول 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 العلاقة بين الزمالك وفريرة على وشك على وشك الانتهاء ظروف بقى الزمالك في البطوعة الأفريقية هيحصل إيه قدام شباب بالأزداد طب كسب الزمالك خسر الزمالك يبدو أن فريرة أيامه أصبحت معدودة مع نادي الزمالك مين المرشح المصري الأول لخلافة فريرة لو رحل عن تدريب نادي الزمالك هو كابتن خالد جلال المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي واللي درب قبل كده الزمالك هو الأقرب ومعاه هيكون كابتن نبيل محمود مدرب مساعد وحسين ياسر المحمدي مدرب أيضا مساعد مع كابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى يعني هيتم توجيه الشكر للجهاز المصري الحالي طبعا باستثناء حسين ياسر المحمدي ده اللي وارد يحصل بعد مبارات شباب الازداد بالمناسبة سواء كيسيبها الزمالك أو لقدر الله إن شاء الله ما يحصلش خسرها نادي الزمالك وودع دوري أبطال أفرق شكبالة شكبالة عنده حالة من الحزن بسبب عدم قيام إدارة نادي الزمالك بإصدار بيان توضيحي لحالته الصحية ده في الوقت اللي ظهرت بعض الأخبار بحالته من جانب القناة ونادي الزمالك ما طلعش بيان وقال فيها إن شكبالة سليم ومعندوش مشاكل كبيرة عشانتوا عارفين حصلت إشعاعات كثيرة إنه رباني يابد عنه كل شر يعني جاله مرض لقدر الله فيه يعمله مشكلة يعني والموضوع بسيط يعني راجل كان عنده نازل برد بس جديدة شوية مش حاجة ضخمة يعني مش حاجة كبيرة يعني فشكبالة زعلان من إدارة نادي الزمالك إنها ما وضحتش ده فيه بيان رسمي فيه جلسة أقيمت بين دونجا وأمير مرتضى منصور أمير مرتضى منصور حرص خلالها على تهدئة دونجا في ظل الأزمات الأخيرة ليه اللاعب بيشعر بالغضب من تسريب عقده بعد مباراة الترجي اللي أقيمت في تونس وأزمته الأخيرة مع جوزالدو فريرة في مباراة أمبي بعد استبداله وأمير أكد لدونجا إن كل ما يحدث طبيعي في ظل نتائج سلبية جدا ليه فريق نادي الزمالك في الفترة الأخيرة وقال له إنه الأمور هتتحسن مع عودة الانتصارات للفريق وإحنا مستنين وإحنا مستنين الزمالك بطبيعة الحال بدأت تسويق مهاجمه البنيني سامسون كينيولا وأنا معرفش بصراحة إزاي هيسواقوه وهو ما بيلعبش بس ماشي الزمالك تكلم مع وكيله على إيجاد عرض له في نهاية الموسم وإن اللاعب ما أثبتش نفسه مع الفريق عشان يبرهن على إمكانياته ويقدم مباريات كويسة وبالتالي هو غالباً هيكون خارج النادي وبالتالي الزمالك محدد يسواقه وأنا ما فهمش الأندية اللي بتبقى بتفكر تسواق لعبين وهي ما بتلعبش يعني مثلاً مثلاً يعني الزمالك برضو الأهلي من ناحية تانية بيحاول يسواق برونوسابيو بس ما هو بيلعبش ده بيحاول النادي الزمالك بيحاول يسواق سامسون ما بيلعبش فأنا بصراحة لو نادي نادي يعني بره عايز أشتري اللاعب ده آه فين فين مبارياته مع الفريق عمل إيه ده بقى له سنة ما بيعاب يعمل إيه مع الفريق لا أنا معرفش أنا هدفع فلوس بملايين الدولارات زي ما احنا بندفع كده ما حصلناً احنا بندفع على عمانة تتكلم عن الكرة مصرية كلها الأندية كلها يعني بتروح تدفع على عماها كده مش عارفة اللاعب ده كويس ولا مش كويس بس الناس بره ما بتشتغلش زينا احنا بس اللي بنشتغل كده للأسف يعني طيب مصدر في نادي الزمالك بيان في وجود أي مفاوضات أو حتى رغبة في ضم رفيق كابو لاعب أمبي في الموسم القادم ومصدر في نادي الزمالك اللي لنا في رقم عشر أن هناك أكثر من سبب وراء هذا الأمر أولها هو يعني الفريق حالياً مشغول في الدوري الممتاز وبطولة أفريقيا وما فيش حديث دلوقتي قائم أو ينفع يتعامل مع أي لعب أو مفاوضات مع أي لعب خاصة أنه أيضاً الأجانب اللي موجودين في الفريق يعني بالنسبة لنادي الزمالك هم حالياً قوام الفريق مش عايزين يشغلوهم أو مش عايزين يحسوهم أنه هم ممكن أي حد فيهم يمشي في أي لحظة وهم عايزين نادي الزمالك يعني عايز لو هجيب لعيبة هجيب لعيب زي في الجانساسي وزي أشرف بن شرق ما جيبش لعيب برضو ملوش بصامات دولية كبيرة وإن كنت شاف رفيق كابو من لعيبة المميزة جداً بس ما عندوش ما لعبش مباراة كبيرة ما عندها كبيرة يعني طيب الزمالك كمان بيرسط مكافأة ملية كبيرة للعيب الفريق خارج اللائحة في حالة تخطي شباب بلزداد الجزائري في مواجهة الجمعة القادمة وكابتن جمال عبد الحميد نقل الأمر للعبين وأكد ليهم أن الأمر هو قرار من مجلس إدارة النادي حلو المكافأات بس حلو برضو أنه اللعيبة تاخد مستحقاتها المتأخرة يعني الاتنين مع بعض يعني ده حافز كويس بس الحافز كمان الأكبر أنه لو في لعبين عندهم مستحقات متأخرة وفي بعض اللعبين عندهم مستحقات متأخرة في نادي الزمالك مهم جداً أنهم ياخدوها قبل هذه المواجهة الكبيرة أمام شباب بلزداد طيب من نادي الزمالك إلى منتخب مصر اتحاد كرة المصر تلقى الموافقات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر وملاوي باستاد الكهرة يوم 24 مارس الجاري بيأة الجولة الثالثة من تصفيات أهم أفريقيا والبرتغالي روي بيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر هيعقد مؤتمر صحفي في أسانية ظهر السبت القادم من مقرر اتحاد الكوري الإعلان عن تفاصيل معسكر مباراة ملاوي يوم 24 ويوم 28 مارس الجاري أتمنى من كل قلبي إن جماهير مصر تملى المدرجات بحسب هذه الساعة اللي هي 20 ألف مشجع بتمنى من كل قلبي هتقول لي إيه دا هو أنت بتقول لي الجماهير المصرية تروح تحدى المباراة لمنتخب مصر آه بقول آه مش هتكسف يعني عشان فيه كثير من الجماهير اللي وقت بقت مهتمية بأندية لا ده منتخب مصر كلنا نروح ونشجع من القلب والمواجهة مهمة وخطيرة محدش يقول إن إحنا ضمنين السعود خالص خالص ما فيش مباراة مضمونة إحنا موقفنا أصلا مش أقول صعب بس مش جيد في هذه المجموعة عشان يبقى ممتاز وإن نضمن السعود محتاجين نكسة والمباراةين بتعمل قاوش فمحتاجين مساندة الجماهير لازم لازم ده منتخبنا الوضع طيب النهاردة القرعة بتاعت كأس الرابطة تم تحديد موعد المباريات إن بلع كان القرعة النهاردة الموعد تم الإعلان عنها يوم الحد 19 مارس هيلعب المكون العرب مع حرس الحدود الساعة خمسة ويوم لتنين عشرين مارس الساعة أربعة غز المحلة هيواجه الإسماعيلي والتنين أيضا عشرين مارس الساعة سبعة الاتحاد هيواجه فاركو السلساء 21 مارس الساعة خمسة سيراميك لبطرة السبت 25 مارس ساعة 9 وربع فيوتر هيواجه طلاع الجيش السبت أيضا 25 مارس في نفس التوقيت بيرامينز هيواجه إن بي ويوم الحد 26 مارس 9 وربع أيضا الزمالك هيواجه البنك الأهلي ويوم لتنين 27 مارس ساعة 9 وربع الأهلي هيواجه المصري البورسعيدي ده عن قرة القدم أما عن قرة اليد فالأسباني إخوان قلوس بستور وقع بشكل الرسمي أقود تدريبه لمنتخب مصر كرة اليد خلفا لمواطنه براندو في منصب المدير الفني للمنتخب العقدة هيكون لمدة عام بداية من أول يوليو من العام الجاري حتى نهاية أغسطس من العام المقبل بستور هيحضر إلى القاهرة يوم 23 إبريل القادم وده هيكون بالتزامن مع موعد الأسبوع الدولي للمنتخب الوطني ويحضر تدريب المنتخب ويتم تقديمه لوسائل الإعلام عبر مؤتمر صحفي كبير هيتم الإعلان عنه في موعد طيب معنا عبر الهاتف الآن دكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد يا فندم شرفنا ومنورنا أهلا بي جيد أهلا بحضرتك الاختيار تم على أساس إيه إحنا دايما عندنا يعني إيه تطلعات وطموحات مع منتخب مصري لكرة اليد فلو كان عندنا مدرب كنا شايفينه ناجح حابين كمان المدرب الجديد اللي تم الأيان عنه رسميا اليوم يكون أيضا مدرب بمعايير تنمن النجاح إن شاء الله الفترة القادمة هو طبعا يعني المدرب من يعني في مستوى الصف الأول في مستوى العالم في المجموعة المتنجزة سبق لي طبعا بتريقه أنه قد طلط عالم في قد فضيت ربا يعني هو متميز وده بيعتبره الأستاذ بالنسبة للمداردة الأسنانية يعني متفأة فضل فضل طبعا كانت فترة فترة طويلة كان يمكن كان الناس تكلمت سريعا وقالوا تفرعوا يعني شوية لكن ده كان فترة التفاوض إحنا كان بيهمنا خلال تفاوضنا معاه إنه نحن يتكسب المدربين المصريين معاه يعني مش جاي بحيث إن هو يقوم بمهمة وتنتهي إحنا عايزين يعني نشتغل الفرصة دي في إننا نطلع جيل من المدربين المصريين وكوادر فنية وكوادر فنية متميزة وده في الحقيقة تكنداد ضمن شروطنا وعدنا بالإضافة إلا إنه إنه يتمم المنظومة كاملة لو يكون معاه إشعاط على الشباب والناشئين فيتبقى المدرسة يعني فيها نظم أو فيها أسس فنية ويطلع عليها اللعب في بعض يعني النقاط المهمة الأساسية اللي نتحاد مستقبلا لصالح المدربين وصالح المنتخب القومي وطبعا لا شك إن احنا أولا وأخيرا أنا احنا عايزين نحق نجاز متميز وأفضل وده لازم يعني لازم هنفكر فيه ولكن احنا مش نسرين إن احنا يعني إذا كنا بنقول إن احنا مصر بقت في مصاف دول العالم في كورة اليار طبعا فلابد أن تكتمل المنظومة يبقى عندي المدرب المصري الكفاءة المتميز اللي يضاهي مدربين العالم يبقى عندي الحكم يبقى عندي ده ما بقول اللعب اللعب ده قصة أضلاع المسلس إحنا بنحاول نستغل بكل أطراف هذه المنظومة بحيث نرتقي كلنا مع بعض كده عشان اللي يتقل بحق إن مصر ما كان هالطبيعي إن شاء الله دكتور محمد هيكون متفرغ لمنتخب مصر ولا هيكون معاه فريق آخر زي ما كان بروندو لا 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 هو ده كان شرط أساسي بيكون متفرغي طبعا وأنه سأستفيد منه في كل الوقت يعني فالحمد لله جاي بشهورتنا ومواصفات طيبة وهو كمان طموحاته عالية جدا يعني يعني عارف أنه هو جاي على منتخب لو اسمه وأنه يعني قاب قوسين أو أدنى من أنه نحن نحق ميداليات فهو جاي يعمل يعني جاي ده هدف الأساسي وهو عنده طموح ده وعايز إثبات الزات وإن شاء الله مع بعض يعني طيب دكتور هو دكتور محمد ليه التعاقد لمدة سنة فقط هو التعاقد 14 شهر تنتهي مع بطولة دورة توقيو 24 دورة عفوا فرنسا دورة باريس 24 طيب يعني هو بعد بعد دورة باريس لو اللقاد لا تعصر فمش هيكمل معنا لو الأمور جيدة فهيتم التجديد هو ده اللي انت بتفكر فيه بالضبط كده طيب من اللي هيكون الجهاز بتاعه إن شاء الله يا فندي والله هو يعني احنا في الفترة الحالية بيحمنا برضو جزئية يعني انت وهو متفق معنا تماما فيها إن احنا بنبحث عن لاعبين معتزلين ياخدوا الخبرة دي لاعبين منتخب قومي لاعب مصري ووجوده جنب قامة وخبرة كبيرة زي باستو ها هيستفيد وعملنا الكادر الفني المطلوب لمصر في الفترة دي فهنا بنبحث عن مدربين لازم يكونوا لاعبين دوليين يعني ومتميزين إن شاء الله دكتور محمد الأمين رئيس اتحاد المصري للكرة اليد أنا بشكرك شكرا جزيان على هذه المداخلة طيب اللي جاي ده مالوش اي علاقة بحدث حالي هو الصدفة جمعتني بهذا الامر فلما جمعتني الصدفة كانت الصدمة كانت الصدمة والله زعلت من قلب قلبي نهاردة قلت وانا بسرش على أخباري وشغلي العادي كان دايما الحاجات بتاع أتحاد الكرة أخبار بيانات بتطلع على فيسبوك تمام فكنت عايز حاجة معينة بسرش على حاجة معينة فانا ما بعوز سرش على حاجة معينة بخش مثلا على الويب سايت بتاع الاتحاد الدولي بخش على الويب سايت بتاع الاتحاد الأفريقي بخش على الويب سايت بتاع الاتحاد الرواندي بخش على الويب سايت بتاع الاتحاد سنغالي الاتحاد الأسيوبي أخش على أي اتحاد كورة بخش على الويب سايت وبلاقي اللي أنا عايز فقولت أخش على الويب سايت بتاع اتحاد المصري عشان أدور على المعلومة اللي أنا عايز ففتحت الويب سايت بتاع الاتحاد المصري لكرة القدم صدمة مرعب اتخضيت ده بجد يا جماعة الهزار ده ده بجد هقولك الهزار جيه في ايه فتحت الويب سايت أول حاجة الويب سايت ضعيف ضعيف يعني ايه ضعيف يعني عايز بس اختار الأرفاز عشان برضو مش عايز يبقى الموضوع فيه تجريح بس ضعيف يعني مش موقع كويس مش موقع سليم مش موقع سهل بنسميه احنا في الشيولانة مش فريند لليوزرز يعني مش عارف اخش مش عارف اقلب يعني مفيش مستلس يعني عايز خبر مش هلاقي طب عايز تاريخ منتخن مصر بتطلق مش هلاقي طب انا عايز اخبار جديدة اخبار امش عايز وبها ايه ده اللي هو مسلا ايه تاريخ منتخبات مصر الشباب والاولمبيا والاول في البطلات قوام منتخن مصر الاجهزة الفنية لمنتخن كل دي معلومات مهمة ہو مع مجوعة على مواجهة عطل الكرة وتفاصيل اخرى كثيرة كل ده مش موجود مش موجود طيب انا عايز خبر خبر جديد لا الاخبار اللي عندي قديمة طيب وانا بقلب في الموقع لقيت حاجة حلوة هقول لك عليها دلوقتي وانا بقرض الصور تعال بص معي الاول انا اول ما دخلت على الويب سايت لقيت الصورة دي قدامي لقطات من فوز منتخم مصر على بلجيكا والدين التاريخ كام يا جماعة شبا مش شايف من هنا تاريخ ده من مواجهة مصر وبلجيكا طيب كان في نوفمبر اللي فات تقريبا اه كان في 11 قبل كاس العالم كمان يعني تمام فانت بتتكلم في خبر قديم يعني اول خبر اول خبر اشوفه لقيته قديم اوي تمام ماشي عدينا الخبر هاتلي الصورة اللي بعدها عشان تعرف المأساة تعال بص لقيت حاجة هنا حلوة ده انا يعني دي بقى الحاجة اللي مش موجودة في اي ويب سايت للتحاد كورة محلي لا في افريقيا ولا حتى في اوروبا تمام لا في افريقيا ولا حتى في اوروبا دي ممكن تلاقيها مثلا في موقع الاتحاد الدولي عشان الاتحاد الدولي بتاع كل الاتحادات وكل الجنسيات وكل اللغات لقيت تحت تختار اللغة بتاعت الويب سايت فلقيت عربي ولقيت انجليزي ولقيت فرنساوي وروسي كمان يلا بالمر بجد والله عندنا التطور العظيم دوت فقولت يلا أقلب بقى هات الصورة اللي بعدها دي صورة النسخة العربية الأستاذ جمال علام رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم النسخة العربية فيها صورة أستاذ جمال علام على صدر الموقع وبيتعرفوا بأستاذ جمال علام إنه هو رئيس اتحاد الكرة المصري ماشي؟ ده العربي نخش على إيه؟ على الإنجليزي تعال بص البرجن الإنجليزي لقيت فيها في صدر الموقع الأستاذ هانيا بوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بس بالنسخة الإنجليزي احنا هنا النسخة العربية كان الأستاذ جمال علام النسخة الإنجليزي فيها رئيس الاتحاد الكرة الأستاذ هانيا بوريدة اللي هو كان أسبق للاتحاد الكرة بس هو الحالي في النسخة الإنجليزي يعني النسخة الإنجليزي فيها هانيا بوريدة يعني أنا ما دلوقتي داخل من بره مصر جنسية تانية عايزة أعرف حاجات عن منتخم مصر عايزة أعرف وفرحان بقى أنا في نسخة انجليزي يعني مثلا راجل جنسيتي مثلا ناجيري تمام فدخلت على النسخة الانجليزي للاتحاد الكرة عشان أفهم اللي بيحصل طي هيتلعلي مين رئيس الاتحاد الكرة لاتحاد المصري قوة القدم الأستاذ هاني يا بوريلزا طيب سيبنا الانجليزي هادني الفرنساوي قال أستاذ أحمد مجاهد رئيس الاتحاد الكرة المصري بالفرنساوي يبقى احنا كده عندنا رئيس الاتحاد الكرة المصري بالعربي قال أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالانجليزي هاني يا بوريدا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالفرنساوي أحمد مجاهد بالزمة في أكتر من كده تهريج بالزمة في اكتر من كده هزار يعني ده حاجة في منتهى السوق والاهمال مع كامل الاحترام والله انا عايف انه ممكن الموضوع دوت يعدي عند مشجيع الكرة عادي اذا كان عدا على الناس اللي مشتغل في اتحاد الكرة عادي فممكن مش هيجي يقولك مشي يعني انت جاي تكلم ده في مشاكل اكبر من كده بكتير انا بكلمك بقى جنسيات العالم كلها يعني اي حد يجي لعب منتخة مصر عايز يعرف كل تفاصيل عن منتخة مصر سيخش على موقع اتحاد الكرة ده موقع اتحاد الكرة للبلد اللي عندها اهم تاريخ في الكرة الافريقية في كرة القدم انت متخيل ده الويب سايت الرسمي بتاع اتحاد الكرة لاهم دولة في الكرة الافريقية عندها تاريخ في كرة القدم بالمصري جمال علام بالانجليزي هانيا بوريدة بالفرنساوي احمد مجاهد دول رأسها اتحاد الكرة المصري ايه الهزار ده ايه الهزار والضحكة ده ازاي 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 محطش مراجع الكلام ده كله يا اخي في البقى اللغات وكيه كيه تبش عامل افضيط لللي بالعربي فاكين مش تعمل افضيط لللي بالانجليزي وبالفرنساوي ده فيه صورة كمان اللي بالروس طبعا مفيش ويب سايت احنا حطين روسي بس حطين لغة الروسي دي بس مفيش ويب سايت لما تخش مش هتلاقي حاجة اصلا مش هبيش داتة اصلا ادي التلت صور جمه بعض تلت صور بص 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 حبيب بص معي تلت صور تاني انا هفضل اكررها والله عشان اتجننت النهاردة لما شفتها جمال علام جمال علام بالعربي رئيس الاتحاد الكرة بالعربي هنبوريدا رئيس الاتحاد الكرة المصري بالانجليزي احمد مجاهد رئيس الاتحاد الكرة المصري بس بالفرنساوي ايه ده وبعدين يعني ايه مثلا واحد طبعا لغة اكثر الدول الافرنساوي يعني بيتكلمه فرنساوي هيخش مش هلاقه اي اخبار ولا اي داتة ولا اي بيانات عن المنتخدم ولا اي حاجة عن اتحاد الكرة ولا اي حاجة بالانجليزي نفس الامر وللأسف بالعربي كمان نفس الامر اتحاد كرة لأكبر دولة افريقية في تاريخ كرة القدم معتمد على صفحة على الفيسبوك ايه ده بالمناسبة يعني عشانه بقى امين برضي اتحاد الكرة المصري لديه لجنة اعلامية محترمة فيها ناس افاضل محترمين شطرين مميزين هي مش قصتهم انهم يقش فيه ويوب سايت لاتحاد الكرة هم ناس عاملين على اللي موجود عندهم هتديني صفحة هشتغل عليه صفحة على الفيسبوك هتديني موقع هشتغل عليه بس ده قرار من اتحاد الكرة ده قرار في اجتماع يحصل في اجتماع رسمي انشاء موقع رسمي لاتحاد المصري لكرة القدم تعديل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري تحسينه وتعديله اي حاجة بس الصورة دي تهريجة جماعة الصورة دي تهريجه والله اها مش مصدق نفسي الموضوع هزلي جدا تخيل يعني لا تخيل هانيا بوريدة عفوا جمال علام بالعربي هانيا بوريدة بالانجليزي هفضل اكررها والله احمن مجاد بالفرنساوي شكرا شكرا ماشي طيب كده خلصنا اخبارنا الضيف اللي معايا بعد الفاصل هو ضيف دائما مهم دائما مهم الحديثه دائما مهم النهاردة الحوار هيبقى واخد شكل مختلف عن حوارات كثيرة عملها سواء معايا او مع السادة الافاضي الاعلمين الاخرين انا عايز النهاردة استفيد منه في تفاصيل كثيرة تخص الكورة بس الكورة من تحت اوج مش فكة بيع وشراء اللاعبين بس ازاي بيبدأ الناس تشتغل في الاندية ازاي ادارة الاندية تشتغل مع قطاعات الناشين ازاي طلعوا لعبين للاحتراف ازاي مسابقات تدار تفاصيل كثيرة اشتغل بالنسبة لي بصراحة مش ديف مجرد وكيل لعبين هو يعني له دراية بكثير من الامور وله من العلم ما يكفي ان احنا نتحدث معه في كثير من الامور هو نادر شوقي وكيل اللاعبين هيكون ديفي بعد هذا الفاصل خليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى زي ما قلتلكم بتكده قبل الفاصل واقرر تاني عشان اللي ماسمعنيش قبل الفاصل هو بالنسبة لي مش مجرد وكيل اللاعبين هو وكيل اللاعبين دي حاجة لها قيمتها الكبيرة بس هو مستو انك تقدر تتكلم معاه في كثير من الموضوعات اللي احنا بنوعد نتكلم عنها اسابيع وشهور كثيرة عن حال الكورة كيفية تطوير الكورة كيفية تطوير قطاعات الناشئين كيفية تطوير قطاعات التسويق في الاندية تفاصيل كثيرة هي علمية اكتر من فكرة مين راح فين ومين جيه منين عشان كده ببقى سعيد وبتشرف جدا بلقاءه دايما في اي لقاء تلفزيوني نادر شاوي وكيل اللاعبين اللي هو اكبر من كده بكثير كمان نادر مشرف ومنور ربنا يخليك قدام الحلوة دي واشكرك الف شكر لك اخبارك كله كويس الدنيا هادية دلوقتي الدنيا هادية بالنسبة لك بالنسبة لك بس انت شايف الناس بالنسبة لهم مش هادية على حسب ما هو بياني برس انا جاي لك اهو انا عايز ابدأ من الاول اللي كنت هقولوه في الاخر بس ببقى ان انا تفضل الاهلي خسر خمسة من وحصلت الثورة الجماهرية اللي دائما بتحصل او بتتبع الخسال او الهزام الكبيرة داي وكلام كتير بقى عن تغيرات في الاهلي اصلي مدير الكرة هيتغير اصلي مدير التعقدة هيتغير اصلي مفيش لعبة جات اصلي مش عارف متاع المركز الاعلام هيتغير اي كل الناس بتتغير في وقت الهزام والاسم اللي برس جدا الايام الاخيرة دايت هو نادر شوقي نادر شوقي يقترب من الاهلي والعناوين كده اكيد انت شفتها نادر شوقي حسام غيالي بيحاول يخليه موجود في النادي الاهلي فاي منصب كلام كتير اكيد سمعته اه سمعته دلوقتي سمعته قبل كده ودائما بقى فيه وبقول شرف لأي حد ان هو اشتغل مع النادي الاهلي او جوا النادي الاهلي لكن فيه ناس عاملة شغلها كويس ويعني مش هيحصل انا بخدم النادي الاهلي دايما من برا او يعني لو حد بس ديني تليفون او ميسج انت عارف يعني فدائما ببقى موجود لو حد عايز مني اي حاج سوى بقى النادي الاهلي وغيره دي شغلتي يعني كده ولا كده بس يتبتقول لي مش هيحصل لا مش هيحصل حتى لو حد عرض عليك لا شرف ليا بس لا مش هيحصل ولا الكابتن محمول الخطيب لو كلمك ده شرف ليا متعملش كده بس دلوقتي انا عالميني بس لشرف ارد عليك لا متعملش كده ده شرف ليا وبعا كده هو يعني لأ ده حي كبيرة جدا كابتن الخطيب طبعا لكن بص اشخاني انا بصرحة مع بعض احنا انا ما دخلت الماركت دخلت وكيل لعبين ما ينفعش ان انت يكون في نادي كبير زي النادي الاهلي جمهير زي النادي الاهلي ما ينفعش انت تقعد على الكورسي ده خالص لان انت قريدي مسمى بتاعك انت وكيل لعبين كويس قبيت ولا رضيت الناس هتقعد تتكلم تقول انت بتاخد من هنا وانت هنا فقياس تحيل ان انت تاخد نادي زي الجونة دي قصة تانية انت بتاخد المقاريط الحكم من فوق لتحت فانت قريدي بتدي ريبورتز وبتاعه ومش هارف ايه فقياس الكمبني داخل كده لكن ان انت تخش تبقى جوا باسم نادي رشاوي لا مش حاجة لأي حد كويسة مش لأي حد كويسة خالص خالص ده حماية ده انت كده بتحمي نفسك وبتحمي كمان النادي النادي انهم محد بشغول من النادي الموجود مالجي ده ده كورسي مهم جدا وانت عارف ان الوالسوشال ميديا بسمهه وشاء الله صح كده وليه دايما الاسم كابتل حسام غالي مرتبط بي يعني كابتل حسام غالي عايز نادر شاوي كابتل حسام غالي عايز محمد فاضي كابتل حسام غالي هو اللي بيدير كل حاجة جوه النادي الاهلي يعني كابتل حسام غالي بيتكلم معك فحاجات تخص النادي الاهلي وتفاصيل تلاauthor لا اخده مقسوطين بس اه اللي بيیکنب محسام غالي ده بعده مشكلة محسام غالي خائز حلوة دي كابتل حسام غالي بيفصل زي ما انا بافصل زي ما كل واحد في وكابتل حسام غالي ده انا عارفه من قبل ما يبقى في مجلس الادورب كتير بس كل واحد بيفصل شغله عارف مش كل حاجة تتقل لكن شايف ان في موجة جامدة ايوة للحساب ودايما هتبقى موجودة واحنا عارفين مين اللي هو وراها يعني كل حاجة معروفة لكن هي مساءة وقت ومعكين الناس بص الزمن دايما بيبين انت ممكن تبقى سخنة دلوقتي بعد سانة تبقى عارف ان انت كنت غلطان فالذات في الكرة السوء بتاع الكرة بيبين بعد فترة مين اللي كان صحه ومين اللي كان غلطا انت كنت متصور انه حسام غالي هذا النجم الكبير الراجل اللي واخد اعلى اسوات في اتخابات مجلس دارة النادي الاهلي اللي الجماهيل بتحبه وبتعشقه يتعرض لهذه بين كسين يعني حاملة او انتقادات او هجوم مع خسارة النادي الاهلي وكأنه مفيش اي حد في النادي الاهلي غير حسام غالي ما انا بقولك احنا عارفين هو يعني مش ارد عليك في القصة يعني اصلية باين قوي يعني باين قوي وكده احسام ما حدش جاء بالكلم اي خلص في اه اول ما حصل درابي بقى احسام اللي موجود وكده انادي كبير جدا وعسام ترسف مكانة كبيرة جدا يعني وشغال والدنيا ماشي وشغال ده حب يعني فما حدش يحكم على حاجة من برا كده وكده انت دايما عارف ان السوشيال ميديا فتاكة ماشي على الاغراض اغراض طبعا طيب اغراض وده سؤال انا سألته لديو في اليومين اللي فاتوا ومش بتكلم هنا بقى عن نادي الاهلي بس هل ايه النادي الاهلي وإدارات كثيرة اندية كثيرة اصبحت تحركها السوشيال ميديا يعني السوشيال ميديا طبعا بص السوشيال ميديا اي نادي جماهيري هيتأثر بسوشيال ميديا لكن لو مش نادي جماهيري هيتأثر بفيش نادي جماهيري السوشيال ميديا اصلا هتتكلم عنه بالزبط يعني السوشيال ميديا مش هتفرق معك بيتكلم عليك لكن نادي جماهيري طبعاً السوشيال ميديا بتمسك هو ولو مش المفروض خلي بها بتتأثر هو مش المفروض بس لا بيحصل طبعاً بيحصل وانت هتلاقيها أصلاً بتحصل بتحصل حصلت مع اتحاد الكرة من 10 طيام فما تضغط جايب الله يقرر واحد دين تأثير معنا صح؟ فالسوشيال ميديا بتأثر صح طيب خسارة النادي الأهلي بخمسية أمام صندوين شفتها إزاي يعني بس ممكن أضيف حاجة التفضل طبعاً بتأثرش في اللي واصخ من نفسك اه حلوة دي النقطة مهمة يعني انت لو بتدير وناجح وحعرف قراراتك والقراراتك دي بمعايير انا بس بشرح اللي انت بتقول ايه بمعايير معينة فتبشيف لي معاك بقى السوشيال ميديا قالوا ايه لان انا موجود الفترة معينة فالسوشيال ميديا تاني بيقولك الفترة هي اللي بتبايد السوشيال ميديا تصحى ولا بطا اه يعني ممكن ينتقدك النهاردة جداً ويهاجمك تتحمل وفي الاخر هيقولك طبعاً انت مؤمن بحاجة واسق فيها مالكش لها بحد مالكش لها بحد خالص لانت هيبقى عندك ردود انت مؤمن بحاجة فبتعملها صحيح طيب السوشيال ميديا دي انا عارف انت كمان راجل بتتابع السوشيال ميديا او يعني موجود على السوشيال ميديا فانت شايف كل حاجة اه طبعاً السوشيال ميديا دي هي حركة عشوائية حركة تلقائية ولا حركة بتبقى موجهة على حسب الغرض زي ما قلتلك اه ساعات بتبقى نفسك ساعات تبقى طبعية اه زي اي حاجة في الدنيا او ساعات تبقى سبونسل يعني حيلو صحيح كده؟ حيلو زي ما انت عندك اي سبوز بتعملو ساعات بتقبقى اللايكس بقيتها نبعة من الناس بجد حبائها او ساعات لا انت بتبقى سبونسل القصة عشان تزود الناس اللي حواليك مش حوار معناتك دايما بيبقى صعب يعني مش سهل يعني شجوا بيعرف حاجات بس هو ما بيقولش كل اللي هو عارف... لا محاول ان او وردك هادة بشيط الاهلي خسر خمسة بين نصان دار اكيد تاني مرة تقولها او تاني مرة تقولها اكيد نتيجة كبيرة اه واكيد نتيجة مش كويسة اه واكيد نتيجة تاريخية والاسف هي مكررة للمرة التانية والناس لما يعني الاهلي بيخسر تحديدا يعني لما الاهلي بيخسر بنتيجة كبيرة فجأة الناس كلها بتقول كل حال غلط إدارة غلط جهاز فني غلط ولعبين عندهم مشكلة إنت شفت لما الأهلي خسر بالنتيجة ديت مين اللي غلطان مين اللي عنده مشكلة لا أنا مقدرش هقيم حاجة دي إنت بتسألني سؤال كواحد من جمهور ولا كواحد شغال في الشغلانة ولا كواحد وصري كواحد شغال في الشغلانة كواحد شغال في الشغلانة شايف إن كل فرقة دي أبسان داون ستايت وشايف إن عمره ما يكون غلط على واحد بس يستحيل دايماً بيبقى دايماً في الأطراف اللي هي بتسوق المركبة فلو فيه غلط بيبقى كل لازم كله يتحمل فمقدرش يقول مين اللي غلطان ولا أقدر أسمح لنافس يقول مين اللي غلطان خالف ليه؟ حباً في النادي الأهلي ولا احتراماً في العاملين في النادي الأهلي ولا أنت مش عايز أصلاً تقول رأيك لا لإن أنا مش في كورسي أحاكم حد وبالعكس لإن أنا تاني لو عندي حاجة هقولها بس مش هقولها يعني فاهم؟ علم لأ يعني ما ينفعش سبب حاسة كون أنت بتتكلم وكأنك أنك حاسس أو عايش فكرة أننا جوا النادي الأهلي أنا هنا جزء من النادي الأهلي لا لا بس أقول لك حاجة أنا لو عندي كلمة هقولها في مسجد جو خاص يعني لو أنا نفسي في حاجة أول لو أنا شايف حاجة غاط هقولها هقولها أزا فرين هقولها أزا صاحب هقولها صاحب مشجع لكن إنت ما تيجي تسألني إيه الغاط في النادي الأهلي أنا فيه تسعين مليون واحد بيقولوا الكرام صح؟ ومش لازم تزودهم يعني بواحد باش انت عايش تقولي كده مش لازم تزودهم بواحد كمان لو أنا طيب النادي الأهلي متوقع له إن شاء الله أنه هو يصعد ولا شايف إن الرمود بقيت صعبة لا صعبة 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 وبقى كده ده طبيعي خريبية لك تغيير الجلد ده طبيعي ولازم إن الناس تبص قدام فاهم قصدي ما ينفعش إن إنت آه إنت طبعا مطلوب منك تكسب كل الطولة مطلوب منك تروح كاسا بس إنت خلاص الناس رايحيتك شوية قيت لك إيه إنت 25 إنت موجود في كاسا أمدية ابتدي خطط من دلوقتي بتدي يزبط من دلوقتي فإنت عندك تارجة قرية أمدية إنت موجود هناك ف intermedi فده أدعى أن إنت تبص قدام لـ 25 ده من وجهة ناظرة طيب أنا كاسا العالم 25 كنت باتكلم في كل سنة إبارة عايزك تشاركني في إحنا عندنا بنتكلم في سنتين نادي الأهampf assumptions بقى موجود في كاسا العالم اللي هنا بنظام جديد اللي هو 32 فريق يعني يبقى فيه مجموعات يبقى فيه 12 فريق من أوروبا هم scandal أول في أوروبا فانت الشكل اللي انت كنت بتخش بيه البطولات اللي فات لها مباراتين توصل سيمي فاينال وبرونزية ده من الصعب انه او مش بسهولة المكان انك تعمله في البطولة القادمة وانت لازم تأهم من دور المجموعات وتتلعب دور 16 وهكذا نادي الاهلي في سنتين يعمل فريق او يقدر يعمل فريق يخش يعني يزق مع الفرق الكبيرة في اوروبا يعني يزق مع الفرق كبيرة يعني انت بتتكلم انا دلوقتي لما هكلمك في فرقيتين مضمونين من اوروبا واتشالسي وليل مدريد هيخش معهم منشستر سيتي احنا نكلم بقى على التصنيف منشستر سيتي على برشلونة على ليفر بول وهكذا تمام الفرقة الكبيرة ديت انت مش تقدر انت ممكن تواجههم كلهم او تواجه هربعة منهم مسلا هتعمل ايه بقى بالفرقة دي هل الفرقة دي قادرة على المنافس الدول او انت رايح تعايزي حلم هو ده طبعي انت رايح تاخد مركز ولا رايح تعرف الناس انت مين انت بتاع معاصل وده اللي عفكرة ده اللي انت وانت صغير وانا صغير قدنا كنا نأمل وبنحلم ان بقى في حاجة زي كده خلي بالك فرق الشاسة ما بين اللي قبل البطولات او نظامها اللي فات ايوا واللي جاي بعد الخمسة عشرين هو ده اللي احنا كنا عايزين وعايزين نشوف النادي الاهلي او اي نادي مصري موجود مع بقى مجموعات وقسائب كبيرة او فانت التارجل بتاعك تساوى على عيبتك تكون حاضر اه على حسب التارجل بتاعك انت بيتخاطط من دلوقتي هقدر يعملي انت ممكن تقدر تعمل كل هاجة لكن هقدر توصل للليفل ده لأ مش تتقدر تاوصل لليفل ده اه 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 مش بقول انك تقول طبعا صح بس اه اه يعني اه سياة تعرف تخش فيها اه فهم اه معادة ايور امريكا الجنوبية ممكوا شوية اه أسمع رأيك المفروض يحصل إيه؟ المفروض يحصل أن انت أنا مش المفروض أنا رأي إيه؟ رأي أن انت تشغل على الصغيرين رأي أن انت تشتعل على الصغيرين رأي تشتعل على الصغيرين. آه. وتبكير بي به judge'ها خبرات كده وبقت كده عند 25 يعني في كبرات موجودة يعني لازم تعمل ما بين ده و ده. بمناسبة الصغيرين. كنتابت تقريب عن الريال مادريد وازي الريال مادريد بدأ يحط عينه على الشباب الصغيرة من أوديجرد وفنسيوس ورودريجو اللعبة الصغيرة لما حس إنه الماركت بيتاخد من إيدي يعني بلونتين وبرز اللي كان بيفع فلوس أكتر فلوس في العالم لأنه فيه فلوس خالجية بتتدفع في باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وفلوس من الولايات المتحدة الأمريكية بتتدفع في عندها إنجليزية فعلك لا أنا هشتري شباب مش هشتري سوبر ستارز هل الأهلي والزمالك والفرق الكبيرة اللي في مصر هل يتحدث عن الأهلي والزمالك تحديدا محتاجين بعد الوقت يفكروا في الشباب الصغير ما يفكروش في الأسماء الكبيرة أو الأرقام الكبيرة ما هو ده إنت عمرك ما هتكمبيت أو هتنافس الصفقات اللي هتيجي في الأندية اللي إنت هتلعيبها صح؟ كويس صح إنت الحاجة الوحيدة اللي هتقدر الناس ترفع لك الكوبة عليها إن إنت أدائك يبقى كويس وتقدم للناس هولاد صغيرة يكونوا موجودين يجذبوا الانتباه يبقى ده الإستثمار بتاعك ده اللي أنا شايفين إنت في الآخر هنقض نشجع أو كل حاجة في الدنيا بس إنت بعيد عن الحتة دي صح صح طيب وعا كده في حاجة أهم بقى من كده بكتير فاضح هو اللي هيمس المصر في 25 الأهلي أو غير النادي الأهلي ممكن أجل زي مالك تمام ممكن أي حد تاني هم هو النظام الدوري ساعتها بعمل إزاي إنت هتخلصه إمتى هتشتغل إزاي موخصاً تباين من دلوقتي 25 يحصل إيه صح إنتحاد الكرة باعمل إيه؟ الرابطة هتعمل إيه؟ هلا حيروح عشان فوس الدوري بعد كده خلص الدوري في عشرة فهي مازل صح فدي برضو حاجة مهمة لأن كل لازم يساعدوا بعضه وخلي بالك هو منظومة مش بس ده تخطيط على كبير كبير إيه دول سلاتين؟ كبير إيه؟ لا أما قصدش أنت الوقت هنا جبتلي جبتلي إتحاد الكرة وجبتلي الأهلي وجبتلي الزمالك وجبتلي الرابطة أنا هنا بكلمك على اللي أنا عايز أوصل معاك فيه إنه الأندية في مصر وأنا دايما بتكلم على أهلي والزمالك عشان ما نبقاش الكلام عام يعني أيها؟ لأهلي والزمالك أه؟ لحد هذه اللحظة بيشتروا لعبين بملايين الدولارات تعددتهم في حد تاني؟ بس دي نقطة مهمة أه بس ده أنت قصدك على السكواد اللي روح يوم في 25 صح؟ أه ملايين الدولارات على لعبين أجانب دون أعيز تسمار في الشباب تقريباً طيب ده يحصل إزاي؟ يعني أنا محتاج هل مثلاً عشان بس أفتح لك الكلام هل أنا مثلاً محتاج مدربين متطورين في قطاعات الناشئين؟ هل أنا محتاج أشتري أصلاً لعبين عندهم 14-15 سنة في أندية؟ هل محتاج إيه؟ بصك إيه أول حاجة لازم تعملها في الدنيا إن أنت ليبقى فيه سيستم ماينفعش إنه اللي يتعطوا يتكلمني في علم زمالك على حسب هو ده اللي يحدد وبناءً عليه أنت بتيجي تشتغل لكن أنت هتشتغل وعلى كده حد يبقى أصلك طيب رفت جبت واحد لجنبي وراح تبقى في البطولة زي كل ما بيحصل مع الناشئين كلس شوية إن البطولة بتقف شحر بتعرف الكرصة إيه؟ بتقف فترة بتقف فترة بتحالات بقى فأنت عجيب واحد بقى يقعد كل شوية يستنى غاية يعني فاهم قصدي أنت لازم يبقى فيه سيستم عشان أنت بتيجي تحط في الحتة الشانلز بتاعتك هنا مدرب كذا طب أحنا كمان سنتين عايزين للمبراعم دي لكن هو ما فيش انتظام في المساب فاهم قصدي يعني فأنت لازم يكون عندك سيستم في الأول عشان أنت تعمل الكلام ده زي بقى بتيجي تقول لي تجيب بحد من برازيل وحد متاعها الماركت بتاعك ما يستحملش قولنا الكلام ده الدوري مصري أو مصري ما فيهاش فلوس اللي انت تجيب الناس دي كيس ومش الماركت بتاعك البرازيل اللي مش هيروح الخليج مش يجي لك هنا ليه صح هيعمل ده فرز كام مم فاهم قصدي ما هو الصغير راح أوروبا وكبير راح وخلاص بيتطالي ويجيبوا الصغارين كمان صح فاهم قصدي اللي جاي لك ده فرز رابع ويجيته رابع كمان راضيت أما بي وبعد كده انت بتشوف في السي بي بتاعه فاهم قصدي ما فيهاش يكون بكسر الدارية في نص سيزن فاجيبه واجيبه بمبالغ السرية وقيس على كده كتير انت ماركت انا قلت الماركت بتاعك دايما أفريقيا ويهي الناس الحتة الشمال أفريقيا اللي فوق دي هي أفريقيا برد طيب هارجعلك تاني على للماركت اللي يمشي معك انا عايز اتكلم معك كتير على الموضوع الناشئين ده اللي هو من تحت انا عايز اتكلم انت حبكت من اللي بيحصل فوق بس عايز اجي في حتة فوق بسيطة فرصة وانت معايا انا معايا واحد من اشهر وكلاء اللي عبيت فمس مش بقولك المجابلة انه هو خلق الاسم القديم يعني الاسم الكبير يعني يعني ايه لعب يبقى اجنبي موجود في نادي سين اه 8 مليون دولار اه ولعيب تاني احسن منه بيلعب بمئة ألف دولار مثلا في الجونا اه ليه ده بيشترم مليون وده ليه بيشترم مية رغم انه بالمناسبة حتى السي في ممكن يبقى بتاع المية ده اكبر من السي في بتاع اه على حسب مين اللي بتفاوضى على حسب مين اللي بيعني اللي بتيجع هي وسيستم زي ما قلت بلكده في عاجة اسمها سكاوتينج سيستم بتجيب سكاوتس وبيجيبو لك الناس اللي انت عايزها وبتختار وبتاقي بعد حد يتفرج عليهم هي قصة كبيرة يا كريم هي مش مسألة ان انت رايح عشان انا مزنوق في مهاجم فروح هدفع زي ما قلت اربعة مليون دولار في المهاجم هيجي عامل ايه اه ايه اربعة تعفين ايه اربعة مليون دولار ايه بش مية وعشرين مليون جنيه هيعمل ايه بقى لأ هتكسم من وراء ايه اسمها ايوا هيعمل ايه هيجيب لك ايه يعني ايوا بزا هتاخد ايه لما هتدفع المعش انت ولا عارف اللي عندها بجيب فلوس منين ولا عارف اللعيبة اصلا بياخد فلوسك ومقامتك والله لو انت سألت ايه لعيب دلوقتي انا شاعد معك اه سأل ايه لعيب قلوها انت خدت فلوسك كلها فيش حد مع فلوسك طب انت عارف هتاخد ايه امتى ولا عارف هتاخد ايه امتى هي مكتوبة لازم يكون فيه سيستم يا كريم انت النهاردة هتجيب لعيب بماليين بماليين ولسه اللعيب اللي عندها في المصر ما خدش فلوسك ام فهي مقصد انا بتكلم على سيستم انا بتكلمش على وكالة ولا بتاقي انا بتكلم ليه تجيب واحد اجنبي واحد مصر المصر احسن منه فتدي الراجل ده اكتر منه ومش على فكرة مش يعني مش كله قلمة لنجي وغالبا انت ما بتتفعش الده ومتتفعش الده بس ده بياخد حقه بالقانون هياخده اه ده بياخد حقه وحيوقف في قد وحيخصم ابناته ده غالبا بقى فهي مصر لا ما يفعش وزي ما انت قلت انت نقطت النقطة في منتغلها مياه بزوط بتغيب على كثير من الناس انه هو انت بتدفع الفلوس دي كلها ليه ايه ايه اللي قصدها انت تكسب ايه 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 يعني الناس وعكدا انت شايف اي حاجة متطورة يعني انت الفلوس انت عملت رميها دي وما بتدفعهاش فيه اي تطور في الدوري المصري مسلا او فيه اي تطور في اي حاجة ام ده طيب لايب انت بتدفعش غلط ليه في وارجح تيميب وبعدين انت بتروح تدفع ارقام كبيرة جدا انا ما تكلم على الوزبالك تحديدا ورايح بتقول افريقيا ممكن تلعب مع فرق اقل منك بكتير اه في الفلوس اللي بتدفع وبتكسبك بكتير ها فيك اه هو اي فريق في افريقيا دافنت ليه بيدفع اقل منك انت كالي وزبالك ده اكيد اكيد كل الفرق اكيد وانت مقام اكيد مين اللي بدفعكتر من اي وزبالك مفيش ممكن ساندون شوية زقف ساندونز هيدفع كمزاكش ده ساندونز ده بيبيع ساندونز ده بيطلع ويروح بايع بيطلع وروح بايع كل تات سنين روح مطلع الجنريشن ويبيع صح ده بتفسر بايه بقى هزي القوة الشرائية اللي عند الفرق المصرية انا في اجل ما بقى شقالي وزبالك بس هتلاقي الكلام ده في بيرامنز وفيوتشور ايه ده عايز نقولي يعني ليه بيتفعر في ريز دي كلها اه ما عرفش اه ما عرفش بس انا يعني اكيد الناس دي بقيت يجيقل من كده واكيد يعني في مفاوضات لازم تحصل طيب لكن ما تسعليش اسئلة اه مش اعرف اجيوب عليها لان على حسب كل نيدي طبع على حسب كل نيدي بيفكر ازاي وعلى حسب يديه العامة اتحصل فيها ايه وعلى حسب كم طرف فيها وعلى حسب في حاجة كتير قوي يعني في القصة كم طرف فيها طبعا اه طبعا طبعا دي قصة كبيرة جدا يعني مش دي برضو من الحاجات نحب فيها بس بيعرف ان انت مش عارس تقولها يعني طيب زي ماكما بيقولوا وكلاء اللعبين يتحكمون فيها الاندية وفي بيها وشراء اللعبين عايزي المقولة ما زالت قائمة في مصر اعتاكت نيب نسبة 85% موجودة قائمة اه 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 ممكن تشرحها اكتر بمعنى ايه اشرحها اكتر ازاي يعني هل هو الوكيل هو اللي بيروح يشتري اللعب ويختار اللعب اه انا بقول لها 85% من الماركت المصري اه متحكم فيه ال الوكالاء طبعا ده منت مغمط وبعد كده الوكالاء مش هو مثلا اللي هو ماضي مع كذا ماضي لا خالص هو على حسب مين رايح فين يعني هو ممكن يكونوا يعني مفيش رولز مفيش قوانين مفيش اي حاجة تنظم العلاقة ما بين الوكيل واللعيب والنادي فيش اي حاجة خالص زيرو هو الراجل الرئيس النادي عايز اللعيب ده حسن جابوله بقى مصطفى جابوله مش مهم ماضي مع مين ييجي ويمدي وتمام وبعد كده يحلق الف حالي ولا لازم حسن بس ولا وممكن لا ما هو ده عشان كده بقول لك 85 في حسن موجود هنا وسيد موجود هل في حل بقى كده تفهم وفي الاخر النادي مش بيجيب للأفضل بالنسبة لها عشان كده هتليها دائما فيه روتيشن قد كده في اللعيبة انتوا هو في حد بيقعد في مكانه لا طيب وللأسر كنتم دخلت مع بعض هات اخر اربع سنين هتلاقي انا بتتكلم هات اسمي ما هتلاقي بيعدي على اربع خمس اندار وده على المدربين وخلاك ده بيأثر بقى على الصناعة نفسها تفهم على فكرة الكلام ده بيجيب للناس فلوسه وبتاع ودي شهولت لكن ده بيضر الكورة المصرية ده بتكلم مع الكورة المصرية صح طبعا ده اكتر حاجة بتضر لان ما فيش اي حاجة تنظم بالعلاقة انت قعد في سوق برا الدنيا ما عارفة انت حبيب انت وكيل وتفضل انت مين يا حبيب صاحب وطلع برا هنا ما فيش الكلام ده هنا مين اللي عارف يجيب بولي اللي عارف يجيب بولي المكتب بقى كده انت فين ممكن يكون واحد قعد في نادي مثلا اكس مثلا ويخش نادي تاني خالص ويقعد مع المدير الفني ويطلع الكلام ده برا مش موجود فاهم اوزي ما يفعش تكون على زم النادي تروح النادي تاني تتفاوط ده شوف البجاحة تتفاوط جوه النادي التاني تفاهم يعني ايه وعادي اه عادي اه ما فيش حق ولا فيه ظبط ولا فيه ربط اه فاهم اقالي بقى هي منظومة لازم من اول الاخيرها تتربط المنظومة اللي عايز تربط من فوق دي من المنوط بيها نعم من المنوط بيها يعني ايه المنوط بيها اتحاد كورة ولا كل ادارة نادي لوحدها اتحاد كورة طبعا اه يعني انت داخل الجامعة مش انت عندك رولز معاينة على فكرة الناديها لازم تتابع السيستم اللي هو حط صح ودو مش عارف يحط السيستم بقى لازم هم يساعدوه بقى لكن لازم يحط السيستم مش كل نادي وطريقته وكل نادي وعقده وبقى كده لحنا النهاردة في ايه الفين كان تلات عشرين انت بتتملأ اربع عود يا كريم بايدك لجاية دلوقتي في اربع عود انت عارف يعني اربع عود عشان كان ناس بتمدي على بعض هنا هو لسه الراجل هيقض يكتب اربع عود بايده وانت تمدي فيه كده في الدنيا طب وبعا كده تقرس ازاي اصلا الشروط الخاصة انت فيه حاجات مرعبة زي ما انت السور انت طلعتها دي حاجات مرعبة الراجل ليه عامل ادار يقض اربع ساعات يقض يمدي وبعا كده اللي هو غلطة اه هات كوركتر اه فين وطبعا اللعب لحاجاتها عشرين اه اللعب الطيب الغلبان دوت همشو عود يارا كل دوت يا رب مين يبصم ويمدي سامع عليكم بقى كده يعني يعاني بعد كده بص اه لازم عشان تعرف تحاسب اللعيب اه لازم يبقى فيه حاجات معينة كده تقوله والله هتمش على احد اثنين تهاتة اربعة ما انت مش مديل واحدين تهاتة اربعة فهتحاسب عليين فاهم قصدي كالعيب ما فيه سيستم بالمناسبة يعني رابط الحاجات اللي بقولك عليها كلها بالمناسبة ايه يقولك مثلا ايه اللعب ما بيديش في الملعب ومعندوش روح ومعندوش حماس وبقاله ستة شور ما بياخدش السرل بتاعه ايه بس لازم يدي للفرقة بروح وبقلب وكلام ده بتسمع الجملة دي اكيد ايه اه بيشتغل على حتة دي صح لا مصح اه ازاي هتقعد حالك كم ده مش عاجب ناس كتير بس انت ازاي هتقعد كل يوم تروح مش شور لك ومتقبطش اخر الشهر شهر واحد شهر واحد ايه بس ستة شهر وتمنتة شهر هو مين اللي مفروض بقى يبص على الكنتراكس دي اه تقعد الكورة اه تقعد الكورة يتبلغ النادي ده الراجل ده مقبطش ليه وانت وده يترجعه بقى التاني هو النادي ده لازم اول سنة يجيب الميزانية بتاعته عشان وخلي بالك هو تاني احنا ممكن تبقى فلاكسبل فيها بس كل نادي لازم يحط ميزانية والله عشرة جنيه خمسة جنيه ستة جنيه عشان لو معكش العشرة جنيه متوعش شير واحدة مية ومتخشش اصلا اللي بعد يعني اجيب مية ليه هتجيبه ازاي هتدفع من ايه صح انت مين بقى المنوب بالكلام ده تحت الكورة تحت الكورة عشان جاء انت عندك قادي قد كده لان يا النادي مش هفين بيمشي الرجل ده وبيرفع قضية لا هو مش المرفوض يطلع المرفوض اتحاد الكورة يشوف اللعود دي ويحمي الاندية بتاعت مصر زي ما بيحصل مفصولي ويحمي اللعبين انا بحس ان يحمي الاندية من الغلطات خبارك انا بيكون عندك حد مش فاهم قوي انتازم تفاهمه صح لان في الاخر هيجي على النادي مصري حتوقف من واحد هيحصل مشكلة انت بتحمي الاندية فدورك تحمي وتعلم الاندية واتطور الاندية صح صح انا بيبقاش فاهم الكلام ده مين اللي مش فاهم ده النادي بقى بيبقاش فاهم الكلام ده ان انت انا مش تدفع المرتب بتعليها بدأت وراح رفع عليك هتلاقي لفسك تاعت فترات قدمة وقوف وانت مش فاهم وده حصل وده حصل حصل وبدأ ده يحصل كتير خلي بقى حصل مع نادي الزمالك حصل مع الزمالك وحصل مع فارك والاسماعيلي والاسماعيلي صح انا مصح وليسه وليسه ومحدش عارف ايه وانت شكية بقولك يعني حاجة صعبة اه بس انا جاي والله النهار ده كنت عايز اعود معاك القاعدة دي انا عايز افتفض معاك عايز افتفض معاحد يفاهمني يعني لسه مكملين معك كابتن نادر شاو واكيل اللعبين بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا انا عايز اخدك فيه منتخب الشباب اه منتخب الشباب حالة وغضب وزعل مصدفين البطولة ونقطة واحدة واداء هذي لقدام السنغال بربعية هم وتشاؤم من جيل وزعل من مدرب والتحاد كرة فايش كلام كتير يتقال على قصة منتخب الشباب تقييمك لها كانت ايه الخطأ فين لا هقولك حاجة بس ما تزعلش مني لا براحتك الهجة اللي طلعت على منتخب الشباب دي انا اه شايف ان دور الاعلام انه يدي بس دوقه كده على ان فيه بطولة كمان مثلا ثلاث شهور ويبتدي حد يبتدي كافر يعني يبتدي اه يغطي الفرقة دي كويس يعني اعلاميا يخليهم كده في حال ما اصلي اه مش ممكن ان انت مرة واحدة عرفت ان فيه بطولة كاعلامي ومرة واحدة اللي افتتاح معجباكش ومرة واحدة فرقة معجباكش اعمال فرقة دي باني ثلاث سنين اسموك اختلف معك اتفاض ماشي ايه اختلف معك ايه ما انا هقولك اهو اه هل السنغال منتخب الشباب بتاع السنغال كان عليه اهتمام اعلامي كبير في السنغال هل جنبيا اللي وصلت الفاينال دي كان عليه اهتمام اعلامي عادة منتخبات الشباب حتى في انجلترا وفرنسا وفي البرازيل الاهتمام الاعلامي بيهم مش بيبقى كبير كويس عشان الهدف اصلا في المنتخبات الشباب دي مش شرط يكون بطولة هو اعداد لمرحلة كبيرة لياه المنتخب الاول ايه انا عفر معلش دخل معامي مدارب حراس مرمى المنتخب الشباب كابت نعاب جلال اه وقال لي على طول كده قال لي المشكلة كانت في الاعلام لا 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 انا مش قصتي انا مش قصتي كده انا كنت بمشي واحدة واحد نقطة انت اخدت اول نقطة وروح تجاري ماشي ياما بي انا سايبي طبعا ليه بقولها كده لان قعدنا 48 ساعة ندب بديب يا عم احنا عارفين ان فيه بتقولها بقالها صح صح الواحدة كده وبقى كده فرقة اللي بعديك سنغال ونيجيريا يلعبوا الساعة سبعة لأ انت بفوت تلعب الساعة سبعة وجيبه الجمهور يشجع الفرقة دي دي الحاجات اللي حوالين الموضوع ماشي خش بقى في لوب الموضوع هايوة لأ هو كان باين ان الفرقة مش تعمل حاجة نتائجها بتقول كده فهم قظيم الكامستري بتاعت اللي عيبة باين اي حد بتفرج على الفرقة دي من سنة او سنتين باين طبعا تهام سيبك من اللي حصل معا في البطولة العربية البطولة العربية حاجة وافريقيا حاجة تانية خالص افريقيا يلجع انا عايزين يتروسوا الارض عشان يطلعوا لكن البطولة العربية لأ في ناس متدلقعة في ناس يعني في اللفل مختلف صح فاهم قصدي فانت هلا انت كنت جاهز للبطولة دي لا انت كنت جاهز للبطولة دي خالص هلا في ناس كان برا ما فوقها تيجي من زمان واحدة بلال مظهر لازم يجي بالزمان بغض النظر هو بيعمل إيه؟ لأ انت زى بقوله إيه انت بتتناشئ على محترف منتما يجيلك محترف لازم يبقى فيه اهتمام بيه لا يجيه يعني مش ممكن تقولى مرة واحدة فشلت لا انت فشلت من 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 اول الطريق البنا غلط أصلا البنا غلط والمقنة وال بيسموها إيه الانتحاد الكره برضو أو اللي ماسك الفايل ده انت شايف ان الفرقة راحة كده ومن فوق تروح كده. انت سايبها ليه راحة كده? الحقيقة. هو ليه اللازم نستملكها مش بالقطعة. هي احنا عندنا طول على الارضنا لازم نعمل كزا. فات سنة فات اتنين عندنا نتائج ايه اللي بيقى احصل? زي ايه نادي? صح? مزبوط. عمرك وبعد كده باين جدا من المجموعة كمان انت مش تطلع تالت. يعني انت با لو ما باين. انا كنت بتكلم قبل والله العظيم قبل البطولة بعشر تيام. اه. احسن دهويت ازاي? انت الحاجة الوحيدة ان انت تكسب اول ماتش او تتعايد ال او. ام. ما عموتش مع موزمبيك. او خلاص كده انت بتلعت. اه هتقول لي انت هتكسب مجالية اه هتقول لي انت هتكسب السنغال. خلص خلص. خلي بالك ان الجيل ده برضو محتاج عناية. اه. وعادة وتقط تتكلم كتير. يعني محتاج عناية يعني يعني محتاج اه لو انت كنت في الاجال اللي فاتت بتقول كلمة مرة لأ انت بالعجال دي لازم تقول اجمار او اتنين وثلاثة او او اربعة همم عشان يبقوا مركزين عشان يبقى يركز طبعا لانه عنده خمسين الف حاجة غيرك طبعا 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 انت اصلا لما بصيت على الجيل ده انت هنا بقى بتبص اه وقلت ان الجيل ده جامد جدا طبعا والناس انتقدت قايت لك اعمل جيل اهو طلع بره ملأ الجيل ده في لعيبة جامدة جدا 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 وهي دي اللي هي دي اللي هتوصل مصر ان شاء الله ده انت بس هي سوق ادارة الثلاثة والفين وثلاثة التصاري للسرعة البرج يعني انت عايز تقول انه تكسة كلها كهات المدرب انا مقولش مدرب معاعدة التصاري التصاري في الاول عن نادي الاهلي هي منظومة اه الادارة جهاز فاني لعيبة اه يعني ده ده لازم بيبقى كله في مركب واحدة بقى تقولش اللعيبة لوحدها موامين لي بيحمس اللعيبة جهاز الفاني مي بحض كل واحد ليه دوره التلات الدوار ما كنوش موجودين بس لك ده ما بشوف واحد ماشي كده لازم اقوله تعالى هنا طيب عايز تقالك سؤال بسيغة تانية فاضل مين من اللعيبة دول لو انت بقى انا هلمك قسيم لا لا مش قولك قسيم اه مين اه من اللعيبة دول او عدد اللعيبة اللي انت كوكيل اللعبين تقولي والله انا عايز كام لعيم من دول يبقوا معايا انا شايف ان دول بكنشة اربعة خمسة اه 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 يطلقوا اوروبا يطلقوا طب يطلقوا اه اوروبا بس اما هلعبوا انت دا قلت القصة ابل كده انت الدورة المصر بتاعك الدورة انجليزي بلاعب عايز سغارة هلو ما عندهمش لعيبة كبيرة مسلا انت الدورة المصر لازم يكون اللعيبة السغارة لازم تحط قانون زي ما انت بتحط قانون يعني عشان مش عفا ايه و ايه لازم تحط قانون لازم كل فرق يبقى عندها الفين و تقلقى كل فرق بقى خمسة وانت لازم تبني يازم تقن انت اما محدش بيعمل كيه من نفسه وقننها بقى فهي عمزة بس لكن طبعا جل محترم جدا جدا هسألك على حاجة بخبراتك برضا هل الاندية قطاعات النشئين فيها واختيار اللاعبين الصغيرين في الاختبارات وخلافه مال دي ينفع تتحط تحت ركابة اتحاد الكرة ولا كل نادي حر لا كل نادي حر طيب انا لو كل نادي حر واللومة اللعيبة دينا مفوضة هتبقى مستقبل الكرة المصاري وانتخبات الوطنية لو كل نادي حر في نادي بيجامل لعبين صغيرين في نادي بياخد فلوس عشان لعبين صغيرين يلعبوا في مدربين انا بقول لك الكلام اللي انت عارفه عشان انا عارف انت مش هتقوله في مدربين بياخدوا فلوس عشان اللاعبة دي تلعب طبا في حاجات فيه انا اسف ودائما بقول كده ومش بتكسر فيه فيه فساد في الحتة دي فساد كبير طيب الفساد ده من اللي هيدوره لا يعني انت لأ زي ما اقول زيك في الاول انت بتحط السيستم كالتحاد كورة لكن انت عايز تقول لي مثلا ان انا كالتحاد كورة هدخل لنادي كزا واشوف المدرب ده لأ هو بيلاعب ده عشان بياخد فلوس ولا هتعمل كزا لكن فيه حاجة اسمها زي ما اعملوا دلوقتي فيه حاجة اسمها لايسنس دلوقتي يبقى لازم واحد بيساوي اتنين عشان انا بيعمل حاجة غلط تعفت ايه بقى وتمنعه ان هو يمره يعني يبقى فيه حاجات بقى مقننة شوي فاول حاجات تجيب الرخصة اي رخصة بي رخصة وده بيتعامل الحمد لله رب العالمي بيحصل دلوقتي لكن الرقابة من نادي وبعد كده ما يفرز لك حاجات ما وخالي بالك ان نادي من مصلحته ان هو طلع عناش ايه مش مصلحته ان هو بس الرقابة لازم من ادارة النادي نفسها اعم انا مشكلت بس ان النادي ما بقاش بي رائب كويس اشكيها بضار لو هي فلوسه حي رائب اه لو هي فلوسه حي رائب اه خلي بالك اه لو الراجل ان بقى حاطت فلوس كمستثمر او حي رائب طبعا لكن لو النادي ما بيبقى يعني فاهم قصدي ولا مش فاهم انا جي واحد مسؤول في قطاع ناشئين لاحد الانداق الكبرى في مصر كان ضيف معي اه في نص كلامه كده قال لي اه طبعا لازم يبقى في جزء مجملات وموجودين معايا فى الفرقة انا ازاي يعنى لازم طبعا يبقى في مجملات اه اه اعا طبعا هي هي يمشي? اه. ايه? اه اه avete اطنظر بقى انا افاكت هتكبر. يا ابن متكلم في الخرى هتكبر. انني ما جاملش يمشي. انا هيمشي من مين? انا بس هرجعكم من التodo تاني انا همشي وراك. هيمشي من مين? الادارة هتمشي? اه بالمسؤولية بتاعتك بتكبر كل ما بيبقى فيه مجاملات? لكن الرجل اللي لتحت تقول يا حيجامل يعني ممكن يجامل برضو واحد صاحبه يعني. المجالات موجودة من فوق من تحت. مية في المية. صح? اه. بس احنا بقول لك تاني. اه طبعا فين جمالات. طبعا يعني. وحن نخسر في الآخر. اه. انا بكلمك. هقول لك حاجة بقى. الحاجة يعني البروغرام بتاعك بتاعك بتاعنا التعمل. اه. اه. هو جاب ناس مش مقاعدة في انداء. اه. صح? اه. اه. اتمنى طبعا ان هو يكون فعلا ناس مش مقاعدة في انداء. اه. فدي فكرة كويسة جدا. عظيم. صح؟ طبعا. فده برضو سكة يعني غير البول بتاع النشئين والكلام ده كله. واللغوطة اللي فيها. مصر. وطبعا انت كل ما هتعلم المدرب حاجات هيينفزها. صح? صح? هتضيق عليه الخناء. لكن سايبه يضرب زي ما هو عايزه. سايبه يفتي زي ما عايزه. وزايبه يلعب ده وبلعبش ده. لكن هيخاف على الرخصة بتاعته. صح? بمناسبة المدربين في قطاعات النشئين. اه. احنا كلمة للوقت انه خلاص اتحد الكرة قدت فكرة انه يلازم يبقى معك رخص ما يبقى شقاية حد. الحمد لله. احنا عايشين فترة بقى انه كده اللي بيعتزل بيروح يشتغل في قطاعات النشئين وكأنها والتكريم. اه. اه. او بمعنى تاني انه والله واحد صاحبي عايز يشتغل فحطه في فرقة 16. حطه في فرقة. حطه في فرقة 2005-2003. الموضوع ده برضو اثر اختيار المدربين ومعايير اختيار المدربين في فرق الشباب يبقى عامل ازاي. يا كريم. فضل. هو هو بغض النظر وانت مش لازم تبقى قويب كويس اش تبقى قويب كويس. ده رقم واحد. اتنين. تاني وتاتة ورابع. العلم. وان انت ازاي تعرف تسقف نفسك في السن السغير. اكتر حاجة مهمة ان انت في خطاع نشئين العلم. لان الولد السغير ده ما يفعش تقد تطلعوا الجبل واتنزلوا الجبل. زي ما كان زي ما بيحصل. مهم. ما يفعش ان انت اجيبوا الساعة عصرة في في الشمس جدا ويزوق في المدرسة عشان يحيخذ دارك تمرين عشان انت فاضي كان مدرب. شه? ده الاتحاد الكورة بقى. اه. ده يقول لك لا يا حبيب انت ما يفعش تدرب الساعة عشرة سين هي مدرسة. صح? مظبوط. ده ده دور ده الحاجات البسيطة. اه. فلتي تتخنق. اه. لكن الرجل يجي يدرب الصبح ويعامل اكاديمية بالليل وبرايفت الصبح. انت ما دي. انا انت ما دي. انا نسمعته مدرب فرقة صغيرة اللي هما الاشبال الصغيرين يعني. افا. بيقول له بيزعق له. طبعا وفيه سباب واشتيمة. اي. وبيقول له احنا لو خسلنا الماتش اللي جاية دوت انتبرر فرقة. وان لو خسلنا الماتش اللي جاية دوت احنا حياتنا هتبوز. طفل عنده 8 سنين. طريقه التواف. من اللي مشغل بقى الرجل. انا بقى كنتواف في النادي. فبقول له هو 8 سنين ده ده اذا ما تحط تحت ضغط هيدي كويس. تحت ضغط ده هيعضي عيط. هيعيط. هيعب الدموع ده 8 سنين. طبعا هم بقى اصلا ما بقاش عنده علم ولا فاهم انه ازاي يتعامل مع واحد عنه 8 سنين. كويس. اداني ده دور اتها ده كورة. اه. واللايسنس دي بتعلم فيه ايه? هو كورة بس? ولا نفسيا وقول لبرا نفسيا اهم حاجة مع الولد صغيرين. طبعا. كويس? اصلا ما فيش حاجة وبعد كده اقول لك حاجة برجو. احنا هنلف عارف هنقض نلف في دايرة. البرادم اللي شخط في الولد ده هو تشخط فيه قبل كده. صح? واكتر. صح? 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 فبالتالي هو ده اللي عارفه. عشان كده لا يصلح. وبعد كده مين اصلا رئيس النادي اللي يسيب واحد يضغط على الولد. مم. وليه اصلا انت هل انت انت قايله انت لو كسبت البطولة دي حديد لك مسلا كمدرب اه هعليك بان انت جلطان. انت المرحلة دي مرحلة تعليمية. مزلول. مرحلة تنافسية. صح? اه. ففيه فيه 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 معينة. وكل كل كل ليه للمدرب بتاعه. مم. ما ينفعش ان ده لسه منخلص فحنسكنه هنا عشان كان لأ. مم. لازم ياخد لايسنس لازم. وده ده ابتدى يعزي ما انت شايف كده في تحاد الكورة بيبقى في لايسنس ايه. تعمل بصرع ايه. كل لازم يحصل بصرع. لكن اما حاجة تحديد بقى قطاع النشاقين اللي انت اصلا مش عارف سانة جاي المسابعة هتبقى عاملة ازاي. صح ده بصرع. صح. انت فاكة اتفاجئت ان فيه هجوم فراح حصل البيانات. طب هي. ايه قريت البيانات? كتير. قريت? كتير. ايه. الجملة. طيب. وبس. ده وده مصح. بقى اللي هو جه مصح. لازم 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 تبص القدام. وبعد كده هتفاجئتنا ان ده هيحصل. ده ده. متاقع. متاقع. اي حد هيبعى عارف انه ده عارف. يعني متاقع. انت بعيد. انا تاني. انا قلت الكلام ده وحقوله تاني. انت بعيد. ابتديت الضغط. الناس تاعد تشوف ان انت بعيد. فبتديت حاول تصلح. يبقى تصلح. صلح صح بقى. ايه رأيك في موضوع البيانات دوت لما قالك انه لازم اللي ياخد الرخصة ايه يكون لعب كرة قدم قبل كده. انت معها ولا ده? لا. لعب كرة قدم ولعب كم? لعب ادي ايه? مش مش عارف المدة بس لازم يكون لعب كرة قدم. لا طبعا. اه. لعب كرة قدم ايه متاعملك مرينة ايه ولا لعب كرة? بالزبط. مش لازم لعب كرة. لا مش لازم خلص. مش لازم كرة بقت صناعة. صناعة صناعة ملاحيش دعا بكين مين لعب كرة ومين ملعبش كرة. انت قلتوا ذات لعيب الكرة كان جامد وهو يالعيد. مش شرط ان هو يبقى مدرب كويس. وممكن اللي جنبه ما كانش قاعد عندك 24 ساعة. ويبقى مدرب كويس. هل فيه ده رزق وده رزق. ده قصة وده قصة. ده شغل تاني. ده شغل كانت خالص وده صبر تاني خالص وده يعني وده عصاب تانية وده حيال كتير اه. فلا اه. مش مش عيه حد. مش لازم اللي يبقى لعيب كرة يبقى هو المدرب. خالص? لا طبعا. ممكن تاخد كوادر تاني. طيب. لا طبعا. فيه جملة شهيرة بتتقال الفترة الاخيرة مش الفترة الاخيرة سنوات الاخيرة. طيب. احنا عندنا ازمة جماعة في الكوني في اللعب المصري. اه. ايه رأي في الجملة? اه. عندك ازمة في في الكوني طب. اه. وده موضوع داني. هو ده النتيجة الادارة الكورة في الاخر عشر سنين. اه. بس. طيب بتلاعب مين ما بتلاعبش مين. بس قوالاتي مش كويسة. قوالاتي.. فيه قوالاتي كويسة بس ما فالش استمرارية. خلي بيلك أنا قلت الكلام ده برضو. القماشة اللي موجودة قماشة كويسة بس الاستمرارية مش موجودة خالص. وعلى فكرة هتلاقيها في كل الأنداء. وكامش على الاهلي بس مكلم على كل الأنداء. هتلاقي الأبسل لاونز رهيبة. كويسة. فاللعيب بمصر دلوقتي فيزن. مفيش استمرارات عندك بس الناس اللي برا ده الوقت زعي صلاح واحجازي وعندهم استمرارات يبدون ما فيش حد اللي في مصر عنده هاتلي لعيب لعب اربع مطساط وورا بعد كويس والمناسبة تقولت صلاح واحجازي اه في اللي برا اه اه الباية معندوش استمرارات كلهم لعيب عظيم وصلاح محمد لعب عظيم بس اللي قلت حجازي بس الاتنين اللي عندهم فعلا استمرارات حجازي بيعجبني فين هو ملكز او يبقى كده يعني عارف هو عايز ايه صح وصلاح طبعا مش هتكلم عنه خلص يعني قصة انا يعني مثلا عايز اقول لك حاجة ربنا ما ادي لك سبحانه وتعالى يعني صلاح موجود ومكسر الدنيا انت ليه مش مستفيد من صلاح انت ليه عايز تروح تتصور بس يعني ليه ليه انت مش مستغلك خالص ان فيه حد اسم محمد صلاح متكسر الدنيا اشترح اكتر عشان نسا هتفتكي اللوحة اللي اتعايز صلاح يعني تستغله دي ان هو يلعب كان مطش مع المنتخب ايه لا متكلم على العلم على العلم على العلم على العلم هو شاف حاجات اي حد برا يا كريم بيطلع برا هاتوا وتكلم معاه هو ما يجي نار معسكر ده تحالي يا صلاح وانت بتعمله ايه الصبح بتاكله ايه طب و ايه اللي بيحصل في الـ بتتكلم معاه صح يعني ما هو في حد هتدي لك معلومات اكتر محمد صاح مش تحيل حده هيقرب وجهاته النظر وبالاش انت بجيبتش خبيرك من بره ولا حاجة خالص مش هتكلفك اي حاجة اقولك طيب بقى كده خد المعلومات بقى اطلع بره وبص عليها وبقى كده انا دايما مع ان انت تطلع ما تجيبش لان اللي هيجي ده هيتساستم على سيستمك ايوه فهم اصلي هيجي لك 7 الصبح انت هيبتدي شغل الساعة واحدة اه لا انت هناك اما تيجي تطلع هتبعارف ان الساعة السبعة هازم تعمل كده الكافي فيك الساعة كزا اللي بيتحركوا ازاي بيتكلموا في وانش عرفك الراجل ده جاي عايزي ادي لك معلومات صهارة مش عايزي ادي لك كلها مظبوط لك اما تكون هناك هتشوف وحتسمع وهتاكد الاكسپيريينس كلها بسموه المعايش هاني المعايش مش لايب الكورة ايوه بس معايشة تبقى تكتب اما الراجل بقى يطلع معايشة يا كريم تعالى بقى حالين انت عملت ايه مضي خمس سنين اكسلوف معايا صح صح الله مش راح تتفسح تفسح هي مش راح تاخد صور سالفي وراحت تقولي انا عد في الليفر بول لأ ولا في انجلترا انت راح تتعلم وتفيد بلدك بقونتراكت بخمس سنين كزا ماينفعش معلومة تطلع في حالة كده مستعمل طيب انا في جوزياب عايز اخدك فيها وهي فكرة اللاعبين اصحاب الجنسيات الاتنين يعني الجنسيتين سواء اللاعب المصريين اللي هم اليوم اصول مصرية ومعاهم جنسيات اخرى كلمنا كتير بعد لو تفتكر بعد مطش مصر والسنغال بدأ الكلام كتير وبعد كاس العالم كبير لما شوفنا المغرب والمتخبط الافريقية لعيبة كتير ما كانوش مولدين في المغرب وموجودين في المنتخب المغرب فاعدنا نتكلم عن الكصة دي في الاخر شوفنا واحد في المنتخب الشباب ومشهد في المنتخب الشباب لو طبق ايه اه ماله لا لا يا عصري جيمة متأخر يعني ماشي ماشي متأهو جيمة خلاص خلاص اللي هو لا مونشي جلاب بخ فاكل يبقى اسمها اجباك اسمه هو اشرف حمد اشرف تعليم مونشي جلاب بخ مصطفى اشرف ايو الناس موجودة بقالها تلع يعني فهنا مصر حيل قادينا بنتحرك يا ما هو اسمها يعني اذا يبقى له ايه قادينا بنتحرك في نقطة مهمة جدا في الكصة دي وانت ممكن تشرحها اكتر يعني انه اللعبة دي بتبقى محتاجة مفوضات عشان احنا اعتاك لما بنروح نتكلم معاهم بيفتكروا ان احنا لما نقولهم انت هتلبسوا تشيرت منتخب مصر فبيجوا على طول عشان هو بيبقى عنده تشيرت منتخب مصر وعنده تشيرت منتخب تاني لا فيه لعيبة كتيرة انا عرفت انا فيه لعيبة كتيرة تثابت عشان هم اتفاوضوا قالوا لهم بتسكرة الطيران وهنعط فين وهيحصل ايه فبالهم لقى ده انتاجي هتلعب لمصر يا فندم الليفل يعني فهم المنتاليتي مختلفة ماينفعش واللزم تبعت حد يعرف يتكلم مع الناس تبعت حد يتلع برا قبل كده تبعت حد عارف المنتاليتي شكلة ازاي ماينفعش تبعت حد ومتلعش برا ماينفعش تدي التليفون لحد بيتفاوض هو معرفش يتفاوض صح صح بس فبيتلي هي قصتك ان هو بيختاره هو لقصتك انت مش شايفهم اصلا لا هو مش شايفهم دي قد ينا بنشوف معاهم دلوقتي وكلنا بنشوف بقى شايفينهم بس هو ما بيتكلمش معاك او ما بيعرفش يتكلم معاك زي ما انت قلت انت قلت نقطة مهمة جدا انه بيعرفش يتكلم معاك اه طبعا مسي بيبعت للنادي بتاعه يقول له ايه انا عايز اللاعب بتاعك دوت الاسبوع جه عشان عندي معذكر هو فاكر ان هو بيتكلم معاك فاكس اه وفي نقطة كمان مهمة بقى قال هالي احد اللاعبين اللي هو اللي هو جنسيتين وجنسية اصلية مصرية قال لي ان هما كانوا عايزين اني ادفع انا تسكرت التيران والاقامة والجديد يا هو لك هدفع هالو بس مش هدفع هالو انا عارف السن ريال دي كلها بص طول ما انت تاني مخك او الخراية مش شغالة ان انت تعرف ازاي اه تطلع لقدام تطلع لقدام يعني لازم ما ما تيجي تتفكر انت تطلع سلمة تطلع لقدام في الكورة لازم تعرف الالامنتس او التولز اللي عندك والادوات منها ولاد موجودين بالكون برا انت معندكش سكاوتس برا ليه معندكش سمقاتب وانت عندك سفرات برا وعندك سهل على فكرة بالصعبة خالص اه تمام وما كانت اعتقد كابترابية عمل قصة دي قبل كده وجب معسكر شافي الناس بس خلي بالك انا عايز اقولك بس معلومة بس هاش شوفهم في معسكر لأ هقولك معلومة تانية ممكن تكون تفها جدا بس مهمة شوية اللعيب برا بتعلم التاكتكسي بتعلم ازاي يوقف وازاي تهوى ده في السن ده كده فما بيجي لمدرم مصري بالمنتاليتي المصري هو مش فاهم هو عايز ايه منه هو فاهم مصري يعني هو عايز اللعيب يعمل حاجات هو ما شافهاش برده هو ما شافهاش قصة فيقولك لا ايه ده وحش لا هو مش وحش هو مخه اعلى حبتين كمان اه بطبع اعلى حبتين لانه هو الناس برا بتركز على حاجات معينة مش الناس بتركز عليها انا خالص كويس وبعد كده ما تقوليش ان بس ببلغ الناس عشان ايه المحدش يطلع مرة مصر قبل ثمانتاشر عشان محدش يقولك اه ده هنا مفيش سيستم فلازم يطلع العلم عنهم اه اتناشر سنة وطلتاشر سنة لأ طبعا فاهم لازم يكون الناس اللي هنا زي ما بقولك زي ما عملت اللاتي النهاردة طلع واحد صغار اه مدرب عشان يفيد القطاع النشين يطلع برة ويبص ويرجع ته ده ده الحاجة الوحيدة اللي انا اشوفها هتبقى افاكتف لكن اه عايز قبل ما اروح لفاصل التفكير مختلف اقفل النقطة داية انه كمان الاندايا في مصر اللي عابين الشباب لما انت بيدي مسلا تسوق العابين من الشباب تمنتاشر سبعتاشر سنة ايه بيطلبوا فلوس كتير اه بيطلبوا ارقام كبيرة بتسمع مليون واثنين مليون في المقابل انه في فرق افريقية ممكن بمية وخمسين الف دولار يكون طلع هيو انت عملت كده صح اه انت اللواتي فين وهما فين هما في حتة وانت في حتة وهيفضلوا هما في حتة وانت في حتة لان انت هبداعمل حيات مش منطقية اه انت النهاردة خلاص انت اترمساكت ان انت تبيع بمفالغ كبيرة صح الناس باعت بمفالغ اقل شوية الفين تاتة وعشرين انت موجود هنا اللي حواليك طلعه مع الدوم احترفين اكتر منك وانت لسه زي ما انت ولا بتعرف ولا عايف تبيع ولا عايف تطلع قدام صح وانا ما بتستفدش من الصغير كمان انت كنت عايز فيه سعر بلعكس انت باعتمويت واصل اه يعني كمان ما استفدش من الفلوس اه كنت خدت فلوس واحسن حتى لوالي ايوة اه فعشان كيف بقولك لازم يتقنن حبيبي لعب الفين واربع اعب الفين وخمسة ده بمتحاد الكورة اتسنصت بقى واحد موجود في الملعب مش عشان اه عشان مدرب عايز يجيب خبرات لا احنا نرد من بصل ستة وعشرين كله ايس كتخلص ويبقى الاتجاه طالع متحاد الكورة انا عايز اوصل ده هنعمل ايه كله اسمع الكلام فهم قصدي صح بس اهو ده الطريق لك هتسيب كل واحد بقى يعمل قصته يجاون بقصته مش هتوصل ستة وعشرين كمان ده ربنا بصد دول تسع منتخبات ياعم انا بقولك اه لا تسع منتخبات انت كل مرة هتعمل لي كاتودي نتفاجئ بس يا رجل لسه كاملين مع نادر شاوي بعد هزا الفاصل نواصل هزا الحوار الممتع جدا نخليكم معنا يعلم بحضركم مرة اخرى بتسامع عظيمة من نادر شاوي طيب تي نقول بقى الكلام اللي بتاعك كل الحوارات ايه ايه انا واهب انا النهاردة خدتك الحوار في حتة تانية خالص ايه اولي طبعا ايزي اصلا ايه نبني شوية والله اكرم توفيق عامل ايه طمين معنا اكرم كان معيات تليفون بهاردة كويس و الحمد لله ماشي واحد واحد او ان شاء الله الامر هيرجع اه دايما اني بص اكرم ربنا يوفى وقلقات كويس وقلقات محترم وراجل و دايما لما تلاقي مش موجود لايه في حاجة نقصة سواء مع المنتخب مصر ومع النادي الاهلي ام قاطحة والصريحة يعني شايفيني في حاجة نقصة اه طبع روح اكرم تغطي على حيات كتير اوي وفيه ساعات بتحب انت الروح ولازم الروح تكون موجودة ولو غابت شوية فبتفتكر اكرم اه طبعا اكتر من فنياته يعني فنياته طبعا فنياته كبيرة وعظيمة بس اقصد الفنيات ممكن تتعوض لكن الروح ما بتتعوضش انتو عشفت ماتش الاكرم من ساعة ما كان في الجونال غاية ما تصمم ما بيديش المية في المية لدرجة التهور حد قال لي لما نزلت اول تدريبة بعد ما راجع من الصليب اللي فاتح لما يصاب تاني البرة في الجهاز كبيره بالراح بالراح انت بست نازل فهو نازل ما بيهزرش حتى في التدريب ده نوع من اللعيبة لازم يكون موجود عندك ومش موجود عندك يعني موجود عندك بكسر اكتر مفاوضة يبقى موجود عندك يعني كم شهر فضل لسا شوية محمد محمود حاس ان الامور بتاعته بقيت افضل لما مش من الالي طبعا بعزيف وفاة والده ربنا يرحم اه طبعا وانا متوقع خلي بالك ان محدش حاسب محمد محمود دلوقتي بس في اخر تلت بالدوري اعتقد ان هو هيبقى في حينته تاريخ ده اعتقد موداتها سلسوة طبيعية انت بقى لك كتير ما لقبتش طب تقيت تاخد فبتقيت عايز تعمل حاجات لسا خاد وليل ولا انت شايف ان موداتها ديجي بالطبيعية انا شايف ان كده زي المشي احنا ماشيين صح انا شايف انها ماشيين صح اه اه يتأخر في الخروج من الاعره لا اه ما اتأخر شا تأخر اخر مرة اللي هي اخر تطلع اللي هي بتاعة الصيف اه اه بتاعة الصيف اه تأخر ودي الأسباب يعني كتيرة اسباب كتيرة بس يعني مهم في الاخنه اطلع اه كيس ودي انا كن برضو احد الأسباب اللي أنا برضو خلي بقليك في حاجة كده انا دائما لازم اكون بفهم بيحصلين مع العيب بتاي فدايما بيبقى فيه استفسرات اخد لسسار بعد كده ابتدي احرك اشوف الالتجاه بعمل ازاي مش شرط ان ان هو روح نادي ده فهيبقى حسن له لا لازم يبقى فيه نادي رسان جماهيري زي بك بتخطيب ايه نادي جماهيري ده عشان الاهلي عنده جمهور لازم يتعود الـ performance بتاعه يكون قدام الجمهور بس فدي حاجات مهمة يعني مندقى عليها واحنا بنختار فين الطريق على حسب احنا عايزينه يرجع كماند ايه طيب اكتر واحد للتاريخ يعني يحسب له انه فتح سوق للعابين مصريين في الدول الانجليزي كان انت عمزكي ومحمد شوقي وغالي لا غالي كان قابلاي كان غالي قابلاي غالي راح معطان يعني كان فيه لعيبة ورامونات صبحي طبعا فلعيبة كتير مصريين موجودين في انجلترا مع نادر شوقي فيه لبقى نادر شوقي من لندن دلوقتي بقى لسه بنقول الكوالتي احكيني بقى هو كم محطة لها انجلترا بعد كده مفيش احنا نتكلم هو انني من زمان وصالح من زمان لا بلزبط لكن كان واحد بعد النادي الماركت وقف انا سألت سؤال لعشان اسمع الاجابة دي دي بالمناسبة كوالتي بتاعتك لعشان بتاعتك المنتخب المتشاط مع المنتخب انت لازم تليع عدد متشاط معين عشان انت بتطعف تروح انجلترا فطيبا ما فيش متشاط وانت وقف وبتطلع وبتطلع فبالتالي ما فيش كواليتي تطلع انجلترا حاليا بس اعتقد خلال سهاتين الجايين ممكن ممكن اه طب فيه لعيبة انت شايف طبعا ببعاك انت بص حروراك لا ما داكش ضعب معي انا بس في السوق المصري اه ممكن لا يعني انا برضو عايزين نحس تعيز بامل يعني اه طبعين يعني يقول لي والله فيه اتنين تلاتة انا شايفهم اهو واشاور عليهم قلتلك قلتلك فيه في الفين وثلاثة والفين ومن ثلاثة الجيل اللي كان مع كابتن محمود جاور المتخب الشباب ده اه طبعا ممكن يبقى في انجلترا خلال قدية سهاتين تلاتة سهاتين اه فيه طبعا طبعا فيه طبعا فيه انا بقول لك طبعا فيه واما قلتلك فيه اه 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 فاطرة زمنية ما كانش فيها كواليتي دلوقتي لا فيه كواليتي فيه كواليتي بس عايزة التاني الزم لان الجيل خفيف فيها لازم الزم والاستمرارية ودائما تبقى في ظهروه هم دول ده اهم حاجة لكن فيه طبعا قلتلك مش هسألك على اسماء اللي قلتلك مش حاب تتكلم على اسماء اللي قلتلك مين خلاص اتفقنا اه تعالي ليه مين من اسماء زمان في عجال السابقة كنت تحب انك تشوفه في انجلترا وكان عنده فرصة كبيرة انه يقوم موجود في الدولة الانجليزية بس هو اثر في حق النفس كان جاله منين في انجلترا قبل كده. يعني كنت شغاله عالميا. لا جاله ميدلسبرو. بس خانك ان هو يجيله ده لفظ برضو خداع شوية. اوه انت كنت شغاله عالميا. اه شغاله كان في سكاوكس. اذا في الماضي خلاص. كانوا جمر اسمهم ايدول ميدلسبرو جم ايام شاوي واخده شاوي وعمد لأ. لا فيه عندها كتير برضو. لا كتير كتير. وضعش حانس. فيه حاجة كثير. اه. ميتعي فعلا كان لازم يبقى موجود في الدولة الانجليزية. مالك من الناس اللي كان بسعى جاهدة ان انا ودي انجلترا. اه. والصراحة ما حصلش ناصيبي يعني. اه. كان لازم يبقى في السيفي بتاع ميتعي بنقى دولة الانجليزية. اه طب. بنعمل مواجمين اللي جون في تاريخ مصر. بس اعزي قولك حاجة. اه. كالتو حسام حصل كان لازم يكون برضو في دولة الانجليزية. طبعا. ستايله بس. طبعا. اه ده ستايله يعني. انا ده ده انجليزي. انا ده انجليزي بس طبعا. ده الحي شرفت ونورت. بسي جدا. وقاسف طبعا ان انا بقى فاهم كنت يعني بنام منك بس يعني معادة اومي فات من زي مال. لا لا. بسكرك جدا طبعا. حبيبي انا ده شرفت. بسي يا كريم ربنا يا شكرا. 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 ده كان لك انا واختام حلقاتنا النهاردة مع نادر شاوي. اشوفكم يا رب. على الفحير.